لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة وقبل ان اترك المايكروفون لرئيسة الجلسة المشاركة اود ان اذكر الاخوة المسلمين باننا في مكان من دور العبادة واذكرهم ايضا بتعالم الله تبارك وتعالى لنا بذلك في القرآن الكريم مصداقا لقوله تعالى اوفوا بالعهود والاشي تحث على الالتزام والمحافظة على العهود ومرة اخرى اود التأكيد على اننا في دار من دور العبادة وبيت من بيوت الله ومن ثم يجب مراعاة ذلك وعلينا ان نسيطر على مشاعرنا وعواطفنا ولا نجعلها تنآبنا بعيدا عن المراد وعلينا ان نبذل قصارى جهدنا ونمد يد العون اللازم لانجاح هذا الحدث بقدر المستطاع وشكرا على غرار الليلة الماضية اود ايضا ان ارحب بكم باسم المسيح في هذه الكنيسة بمدينة سكول والليلة سنجعل لقاءنا على غرار شكل المناظرة التي اجريت الليلة الماضية بمعنى ان المتحدث الاول سيكون السيد ستالي شوبرج على ان يلقي خطابه على مدى خمسين دقيقة على ان يتلوه بعد ذلك السيد ديادات في القاء حديثه على مدى ستين دقيقة ويتبعه بعد ذلك السيد شوبرج للتعقيب على مدى عشر دقائق وختاما لذلك سيفتح باب المناقشة وسنخبركم فيما بعد عن طريقة ادارة جلسة الاسئلة بما يحقق الفائدة العملية واضن اننا جميعا تواقون للتعلم والان دعونا نرحب بالسيد ستالي شوبرج فليتفضل ستانلي شوبرج لقد قبلت هذا التحدي حيث طلب مني الحضور للاجابة على السؤال المطروح لهذه المناظرة وهو هل المسيح الله وحيث انني لم اتخذ دور المبادرة فقد ثار تساؤل لماذا اقبل هذه الدعوة وقبولي لم يكن بسبب اي صراع مع المسلمين او مع اي اناس اخرين من بلاد اخرى واعتقد انني برهنت على ذلك من خلال رصيدي في هذا الامر حتى الان بما يدلل على حبي للمسلمين طوال حياتي وخاصة في العام الماضي حينما وقع زلزال في ايران وعملنا جاهدين من خلال كنيستنا من اجل ارسال شحنات جوية من الادوية للشعب الايراني وحينما اخبرنا المسلمون عن هؤلاء الذين يعانون من المجاعة في اثيوبيا وايريتريا قمنا بارسال الاطعمة بل وكثير من الاطعمة وجمعنا المال لمساعدتهم وقلنا اننا لا يعنينا اذا كانوا مسلمين او مسيحيين فهم اخوتنا واخواننا في الانسانية وما داموا في حاجة للمساعدة فنحن نود المساعدة ونفس الشيء فعلناه مع الاكراد في الاراق ومع اللاجئين في صحراء الاردن وحينما وقع اعصار في بنجلاديش وخلف وراءه خمسين الف قتيل هرعت الى دكا ثم الى بلدتي الشيتاجون وعملت يدا بيد مع شيخ مسلم ومع ضابط البوليس من شيتاجون عملنا معا معرضين حياتنا للخطر من خلال التنقل بالقوارب الى الجزر حاملين معنا الملابس ومواد البناء والاطعمة والادوية وكل هذا لاننا نحب المحتاجين في هذا البلد عملت مع اللاجئين المسلمين ولم نسألهم قط هل يرغبون في ان يصبحوا مسيحيين لقد كنا نقول لهم اذا كنتم لاجئين وتريدون مأوى فلدينا منازل ولدينا اموال ولدي اتصالاتي حتى مع الحكومة وسأعمل من اجل مساعدتكم للحصول على مأوى في هذا البلد هذا هو سلوكي ولم اسمع قط ولا كلمة سلبية ضد الاسلام حتى ليلة الامس فقد تحداني السيد احمد ديذات واعلن ذلك بكل صراحة ووضوح ودون ادنى تردد حتى كضيف حل على السويد ووصل الامر الى اهانته لي مع حفاظه على وجهه الضاحك وكان علي ان اجيب على بعض الاسئلة ببعض الاجوبة ومن ثم اصبح البعض منكم غاضبا لقد نصحني بعض الناس بعدم المشاركة في هذا اللقاء الليلة لكن لم لا ذلك بانكم بالامس اردتم قتلي هل تعلمون ان الفوليس يحقق الان في هذا الامر وقد اخذوا السم الى المختبر الخاص بهم لاتعرف على نوعية هذا السم وحتى طابق صالة الاجتماعات اصابه بعض الضرر لقد كنت احترق وانا على قيد الحياة وقد سمعت بعد ذلك احدهم يقول انهم سيحاولون امرهم بطريقة اخرى وقد تلقينا مكالمة تليفونية في شكل تهديد لأسرتي اذا حضرت الى هنا الليلة والان اسأل الاخوة المسلمين ما فائدة احداث العنف او استخدامه في وقت مخصص للحوار حول الله الخالق هل استفاد اليهود من صلب المسيح هل كان هذا عملا طيبا بالطبع لا هلسنا في حاجة للسلام في هذا العالم هلسنا في حاجة للسلام في الكنائس والمساجد كي يتحقق السلام في الشرق الاوسط اننا نبارك مؤتمر السلام في مدريد لكن الله لن يستجيب لصلواتنا من اجل السلام اذا حاول ان يقتل كل من الاخر لوجود اختلاف بيننا والان انا مستعد للموت اذا رغبتم في ذلك فساعتها ساذهب وساعود للسماء لكنني اامل ان اظل على قيد الحياة لان هذه الايام ايام مثيرة وانا عندي بعض الارتباطات خلال الايام القادمة واتمنى الوفاء بها كانت هذه كلمات استهلالية واصلي لله الاب واصلي للروح القدس عساه يظهر قوته على الاقناع وعلى خلق البرهان والدليل وادعو لعيسى يسوع بالمجد الليلة اصلي وادعو باسم عيسى المسيح سيدي ومخلصي امين هل عيسى مساو لله حسنا يحسن بنا ان نجيب على تساؤل وهو ماذا كان يقصد الانجيل حينما اعلن ان عيسى مساو لله بود ان اقتطف من الانجيل ذلك لان المسلم الامين الذي يعرف قرآنه يحترم هذا الكتاب المقدس فهؤلاء فهؤلاء كل شيء به كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس هذا هو الله ثم بعد ذلك يحدثنا في الفقرة الرابعة عشرة فيقول والكلمة والكلمة صغرت جسد وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد ثم في الإصحاح الثامن من إنجيل يوحن نقرأ نفس المعنى تقول أجاب يسوع الحق الحق أقول لكم لحظة واحدة الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن والآن هذا أمر مثير جدا فالإنجيل يعلن أن عيسى مساوي لله فعيسى لم يصبح بشرا ولذا فقد وجد في وقت ميلاده إن عيسى خالد قبل إبراهيم وإنه سيظل للأبد موجودا كمساوي لله في سفر الرسالة إلى أهل فليبي وهو أحد الكتب القديمة الموجودة في الإنجيل والتي تنزل البركات على قلوبنا وهذه شهادة للإنجيل كتاب الله المقدس أقول في سفر الرسالة إلى أهل فليبيا الإصحاح الثاني الفقرة السادسة نقرأ الآتي يسعي يسوع الإصحاح أم أم سر الهل وفي سفر الرسالة وفيه يقوم الكل هذا هو عيسى كإله وفي سفر الرسالة وفي سفر الرسالة أنها المرة الأولى في حياتي التي أخوض فيها مثل هذه التجربة أما الليلة فأنا أشعر أنني أكثر ارتياحا في هذا السفر الفقرة الثالثة نقرأ قوله عن عيسى الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي إذن عيسى مساو للرب هذه هي العقيدة المسيحية ونحن دائما نقول ذلك في هذه الكنيسة وفي كنائس مسيحية أخرى فنقول لا عظيم إلا عيسى فهو ملك الملوك ورب الأرباب إنه متطابق مع الله ومساوي لخالق كل الأشياء ويقول الإنجيل إن لعيسى سلطة ألوهية أحيانا أثناء مطالعة للكتب والكتيبات التي يؤلفها أحمد داد أجده يقول أشياء على غرار الآتي استمعوا إلي يا أصدقائي من المسلمين أنتم لستم في حاجة لأن تقرأوا الإنجيل ما عليكم إلا أن تقرأوا كتبي لأنني أعينكم على فهم الموجود في الإنجيل لا تهتموا بقراءة الإنجيل لأنني سأورد لكم بعض المقتطفات وأنا أقول لكم لا تستمعوا لهذا إذا كنتم أناسا صادقين ترغبون في معرفة الحقيقة فاذهبوا وحصلوا لأنفسكم على نسخة من الإنجيل وساعتها ستجدوا أرجوكم لا حاجة للتصفيق فأنا في حاجة لكل ثانية استمعوا إن عيسى قد أعلن نفسه إله وجعل هذا واضح ويسيرا على كل فرد أن يفهمه إذا قرأ الإنجيل والذي أتبره محمد صلى الله عليه وسلم كلمة الله ولنستمع إلى الفقرة الحادية والعشرين والثانية والعشرين من إنجيل يوحن في الإصحاح الخامس وجاء فيها الآتي لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الإبن أيضا يحيي من يشاء لأن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للإبن شيء رائع عيسى مساوي لله منحه نفس السلطة كالرم ومن ثم وجب على كل الناس أن يكرموا الإبن كما يكرمون الآب فمن لا يكرم الإبن لا يكرم الآب الذي أرسله فإن لم تكرموا عيسى فإنكم لا تكرموا الله أيضا وبوسعي أن أستمر في إعطائكم مزيدا من النصوص وكما ترون فهذا ما قاله عيسى وما أعلنه الإنجيل إنني لا أعجب حينما أستمع إلى شخص يقول حسنا إنني أؤمن بعيسى وكإنسان مسلم قد يكون إيماني بعيسى أكثر مما يفعل بعض النصارى لكن كما ترون إذا كنتم تؤمنون بأن عيسى نبي فأنا أقتبس من نبوآته وأنتم تقولون إن هذا كذب وإن هذا افتراء وتسخرون مما فعل عيسى وما قاله إنني لا أصدق أنكم تؤمنون بعيسى ذلك لأنه إذا كان عيسى نبي فيجب حينئذ الإيمان بما قال والوثوق فيه وقد قال عيسى إن له سلطة ألوهية إنه مساوي لله وإنه عبر عيسى وجد كل شيء وخلق كل شيء فعيسى هو الله بمعنى قدرته على رؤية المستقبل ينبغي عليكم أن تقرؤوا ما يقوله عيسى عن المستقبل حينما تحدث عن زمننا عن عودة اليهود إلى إسرائيل وعن الصراعات الكثيرة التي ستنشأ في العالم وعن انتشار المجاعات والزلازل وعن كسوف الشمس كما حدث في سماء الكويت بعد الحرب وبعد ما سببه صدام حسين في الكويت هذا هو ما تحدث عنه عيسى بالضبط وكل هذه الأشياء الرهيبة ستقع قبل عودة المسيح حينما يظهر عظمته ثانية ويحقق السلام على وجه هذه الأرض والآن أعبر عن احترامي للإخوة والأخوات المسلمين الذين يقولون أيمكن لله أن يتخذ ولدا كيف يكون له ولد ثم إننا نؤمن بأن الله واحد أما أنتم يا مسيحيون فتؤمنون بإلهين وربما ثلاثة آلهة لكنني أقول لا نحن لا نؤمن بثلاثة آلهة ثم إن عيسى ليس ابن الله على غرار كوني أنا ابنا لأبي إذا كنتم روحانيين فيجب أن تفهموا أن الله يفوق فهمنا وإدراكنا إن الله أعظم منا ذلك لأن الإنجيل يقول إن الله عظيم لدرجة أننا موجودون في وجوده كما ترون إن الله أكبر كثيرا مما نستطيع أن نفكر وعيسى جزء من كل الله وحتى السيد أحمد دي ذات حينما يحدثنا عن كيف خلق الله هذا العالم كما ورد في سفر التكوين نجد أن الله قد ذكر بلفظ الجمع وهذا صحيح تماما ففي الإنجيل حينما يتحدث الله عن هذا يقول وخلقنا الإنسان على صورتنا وهكذا يتحدث الله عن نفسه بصيغة الجمع وكما ترون فالله ليس مجرد فرد واحد محدود بعرشه وقد قلت هذا بالأمس ويجب علي أن أكرره فأنت إذا دعوت الله من مسجد في مكة أو من منزل صغير خارج مدينة ستوكهولم إذا كنت سيدة من إفريقيا وتذكرت كيف صليت حينما سمعت ما أفزعك أو شعرت بالخوف من شيء ما يهددك وكنت على وشك الهرب وقد تكون الدولة التي لجأت إليها هي أسكندنافيا ويومها قلت يا الله ساعدني وهذه هي معجزة الله إنه ليس فردا مفردا محدودا بعرشه إنه يستطيع أن يسمع دعاء الباكستاني والسعودي كل في بلدته وكذا بوسعه أن يستمع لصلاوات شخص إفريقي وآخر إسكندنافي في نفس اللحظة يسمع كل واحد منا في نفس التوقيت وكما ترون فمنذ سنوات مضت اعتقدنا جميعا أن الحقيقة يسهل فهمها أو استيعابها لكن العلم كشف لنا أن الحقيقة تفوق فهمنا تقريبا حسب مستوى الإدراك المتاح ولنتحدث مثلا عن الذرة كثيرون قالوا إن الذرة هي أصغر وحدة في الخليقة أو في الوجود لكن علم الأحياء المجهري اكتشف الآن وجود جزئيات داخل الذرة التي ظل الناس لمئات السنين يعتقدون أنها أصغر وحدة في الكون كانوا يعتقدون أن الذرة الواحدة لا يمكن شطرها لكن بعد حين اكتشفوا أنه يمكن شطرها والآن نجد العلم وبخاصة علم الأحياء المجهري وفيما يتعلق بفيزياء الذرة استطاع أن يكتشف أنه بداخل الذرة الضئيلة للغاية توجد ملايين الجزئيات وهكذا تشبه الذرة هذا الكون فهي كبيرة فيما تحويه للدرجة التي تسمح لنا أن نشبهها بالكون بأكمله بكل نجومه نعم هذا حق كل هذا موجود في الضرة الضئيلة غير المرئية ولكن كما ترون فخلق الله عظيم للغاية لا تحدد الله ولا تظن أن الله هو ذلك الذي بمقدور استيعابه ولا شيء أكثر من ذلك أتفهمون ما أقول أتعشم ذلك وكما ترون فنحن نتحدث عن عيسى وإنني أعلم أن لديكم مشكلة تقولون مثلا إن الله عظيم للغاية لدرجة أنه يستحيل تخيل ذلك لدي هنا كتيب كامل ألفه أحمد ديداد وفيه يلقي بكثير من النكات ويهزأ ويسخر ولا يقدس العقيدة ويقول لنا هل الله بمثل هذا الشكل يصورونه متعبا مثل عيسى وهو يجلس ويأكل ويشرب مثله مثل عيسى هل هذا هو الله حسنا دعوني أحدثكم بأن هذه هي عظمة الله فحينما رأى الله الناس مثل اللاجئين فكر الله في الناس في أولئك الذين على شاكلة الفلسطينيين بلا مأوى بلا ملجأ يؤييهم من الحر أو البرد ومن ثم أراد الله أن يستوعب الإنسانية تماما وعليه قرر الله في غمرة حبه أن يهبط إلى مستوانا بمنتهى الحب والفهم هذا هو المعنى من أن الله يحب هذا العالم لدرجة أن يرسل لنا ابنه الأوحد ولاحظوا كلمة ابنه الأوحد لتعرفوا أنه أرسل ابنه الوحيد الذي أنجبه والذي كان منذ الأزل وسيظل إلى الأبد وأنتم تسألون ما معنى والده الذي أنجبه حسنا إن المعنى إنه ليس شيئا صنعه في رحم مريم لا إن الله قد أعطانا جزءا منه كي يدنوى من البشرية وبفضل عيسى إذا تم إغراءكم يتفهم الله الأمر وبفضل عيسى كان كل هذا الحب العظيم ولكن لم يقتصر الأمر على ذلك لأن عيسى لأن عيسى جاء من أجل أن ينوب عنا وهذه هي رسالة الإنجيل وكما ترون فأنتم تتحملون وزرع وتقترفون ذنبا وقد سمعنا أحمد ديدات من قبل يعلن الجحيم الأبدي على بعض الناس ونحن نخشى نقمة الله علينا إذا علمنا مقدار ضعفنا ومن منا قوي لدرجة أن يجعل نفسه مؤهلا لدخول الجنة ومخاطبة الله قائلا يا الله ها أنا إنسان طيب بحق ها جاءك شخص ظل يعمل ما في وسعه لقد عملت زوجتي بطريقة لينة وأحسنت للفقير وصمت بانتظام كنت أصومه منذ شروك الشمس تقريبا حتى غروب الشمس ولم أتناول طوال هذه الفترة طعاما ولو بشكل سري ولم أشرب سرا من يستطيع أن يقول هذا لقد عشت في مناطق عدة من العالم وأعرف نفسي جيدا وكذا أعرف الناس أعرف أنه لا يوجد من بينهم من هو مؤهل لذلك إننا بحاجة إلى فضل الله ولكن كما ترون فالله ليس بمفرده في هذا العالم إنما هناك الشيطان وقد وصف الإنجيل الشيطان بأنه محرض له قوة هائلة وبوسعكم أن تروا قدر الشر الذي يسببه الشيطان في هذا العالم إن الله يريد السلام أما الشيطان فيريد الدمار الله يتمنى السعادة لكم في حياتكم لكن الشيطان يسبب الصراع والمواقف المقبضة لكم ولكن كما ترون فقد استطاع إيسا أن ينوب عن البشرية لأنه خلقنا وكان بوسعه أن يموت على الصليب فحمل عنا كل خطيئتنا وأخذها على عاتقه ثم مات ولكن هنا المشكلة إنني أدري أن السيد داد قد يقول ما لهم هؤلاء المسيحيين كيف يصدقون أن الله قد مات أي نوع من الرب هذا الذي يموت حسنا أعتقد أنكم معشر المسلمين لا تفهمون معنى أن يموت سامحوني قد يبدو أنكم تغضبون مني الآن حسنا حسنا كما ترون حينما مات عيسى هل تعلمون ماذا فعل إن عيسى حينما مات كان هذا شبيها بالدخول من بوابة مملكة الموت والآن حينما أراد عيسى أن ينقذ البشرية أراد أن يظهر حبه فمات وكان هذا هو الجزاء الموت لكن ما زالت المشكلة قائمة وما زال الشيطان موجودا بصفته ملك الموت ثم إن أبواب الجحيم واقعة تحت سيطرة ديمس أو ممثل الشيطان وعليه كان على عيسى أن يموت ليس فقط من أجل المعاناة لكن من أجل أن لا يهزم أيضا وعليه فقد مات عيسى لكي يدخل أبواب الجحيم ويذهب مباشرة إلى الشيطان يهزم المحرد ويأخذ بالقضيم بين يدي الشيطان ويفتح الأبواب على مصرعيها للحياة الأبدية لكل أولئك المؤمنين بعيسى ويخشون الجحيم وتم إنقاذهم من أجل السماء هذه هي رسالة عيسى وإنني أتحداكم جميعا يا من تعتقدون أنكم طيبون وصالحون في داخلكم وأنكم لستم بحاجة إلى فضل الله حسنا حاولوا أن ترتقوا للسماء بأنفسكم أما إذا أردتم الفضل فاقبلوا بعيسى وسيبدل قصارى جهده من أجلكم وإذا صدفتكم مشاكل في عائلاتكم أو شرور مع جيرانكم أو أن أحدا خدعكم وخلق لكم المشكلات وما كان بوسعكم معالجة المشكلة لماذا لا تجربوا أن تسألوا عيسى إنه مطالع قادر لن يكلفكم الأمر شيئا حاولوا أن تصلوا اكتشفوا أنفسكم إننا قد ندخل في نقاش على مستوى فكري معين ولكن قد يجعلنا هذا نحتد ونغضب لكن الإنجيل يقول لكن الإنجيل يقول إن الله عظيم لجرجة لا تستطيع أن تفهمه لكنك تستطيع أن تجربه نعم والآن ما زال لدي الكثير لأقوله إنني أعرف أن السيد ديدات لا يروق له معجزات عيسى ويعتقد أن موسى عظم من عيسى لأن موسى كان قادرا أن يخلق من بين يديه حية وهذا شيء مخيف لكن عيسى حينما أتى بمعجزته الأولى وهو ما كتب عنه ديدات كتيبا كاملة فقد حول الماء إلى نبيذ أو خمر ثم قلت إن عيسى جعل المسيحيين من مدمن الكحول ولكن يبدو أنك لم تذهب أبدا إلى إسرائيل حيث إنهم في إسرائيل أصبحوا خبراء في صناعة نبيذ حلو المذاق للغاية ورغم نقاوته وجماله ومذاقه فليس به ولا حتى واحد في المئة من الكحول ونحن نستخدم هذا النوع في كنائسنا لإعداد العشاء الرباني فهل تعتقد أن عيسى كان يريد أن يجعلهم سكارة؟ لا لا ولكن لماذا حينما تتحدثون عن السماء وتبشرون بالجنة لماذا يا إخواني الأعزاء حينما تتحدثون عن الجنة تقولون إننا عندما ندخل الجنة نجد أنهارا من خمر لكل المسلمين هل تعلمون لماذا أظهر عيسى مجده؟ فأوجد النبيذ من الماء وأعطاه طعما ومذاقا جميلا أثناء ذلك القران أو الاحتفال؟ بادئ ذي بدء لقد اختار عيسى أن يحضر لهذا القران لأنه كان مناسبة نبوية ولأنه جاء كي يخلق الحب والسعادة بين الناس إنني أقول إن عيسى أعظم من موسى وإنما تقوله بأن موسى أعظم من عيسى لأنه قدم مثالا بالحية المخيفة أو المرعبة ولأنه أراد أن يخبر ملك مصر ألا يتبع الحية وألا يفعل كما فعل آدم وحواء حينما أذنب في جنة عدن لقد كانت هذه معجزة القضاء لأهل مصر وأعود فأقول إن عيسى أعظم من موسى ذلك لأن موسى تحدث عنه فمن يجادل في ذلك وقد حدثتنا أنت في كتبك عن النبي الذي سيأتي وعن صفاته وقلت إن هذا هو محمد أنا أقول إنه لا يمكن أن يكون محمدا لأن موسى يذكرنا بعيسى ولكن عيسى أعظم من موسى لأن موسى نجى أهله من مصر أما عيسى فقد منح الخلاص للعالم أجمع وموسى كان مستعدا لأن يضحي بحياته من أجل قومه ومن أجل إنقاذهم لكن عيسى ضحى بحياته من أجل إنقاذ العالم كله وهكذا كما ترى لا يمكن أن يكون محمد هو النبي الذي تحدث عنه موسى لأن موسى أحب الشعب الإسرائيلي لكن القرآن يخلق العداوة تجاه الشعب الإسرائيلي وأنا أعني إنه قد يكون لكم وجهة نظركم السياسية وإذا لم تحب اليهود فليس بوسعي شيء في هذا لكن ليلة الأمس قرأت أحد الكتب الدينية الخاصة بكم وفيها قال شيوخ المسلمين في أكاديمية ما للبحث الديني في علوم القرآن إن اليهود ليسوا بشرا وهذا بالنسبة لي يعد عنصري فموسى أحب إسرائيل ومحمد لم يفعل ذلك ومن ثم فمحمد لا يشابه موسى إنني أعلم أنه حينما نتحدث عن كون عيسى مساويا لله سيثير أحمد ديدات إلى الحوار الذي دار بين عيسى واليهود حينما قال عيسى إنه ابن الله ومن ثم غضب اليهود من ذلك فقال لهم عيسى بعد ذلك لا تغضبوا فجميعكم آلهة ومن ثم يرى السيد ديدات أن عيسى كان له رأي مفاده إنه قال حسنا أنا واحد من بين أناس آخرين كثيرين جميعهم أيضا آلهة لكن كما ترون إذا قرأت النص فسيصبح كتيبك ليس له محل من الاعتبار ولن يكون به أي شيء آخر يستحق القراءة لأنك إذا قرأت الإنجيل في العهد القديم وأنا أعتقد أنك لم تقرأ الإنجيل بكامله قط لأن في الإنجيل نقرأ الآتي في المزمور الثاني والثمانين الفقرة السادسة فيها أنا قلت إنكم آلهة وبن العلي كلكم لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون قوم يا الله إذن فبماذا يخبرهم عيسى إنه يقول لهم ساخرا إذن أنتم لا تؤمنون بي وتظنون أنكم آلهة وهذا مطابق تماما للجنس البشري الذي يتكبر دائما ومن ثم يقول عيسى في المزمور الثاني والثمانين أنا قلت إنكم آلهة وبن العلي كلكم لكن مثل الناس تموتون لكن الله رب والخلوط لا يموت أبدا إنه باق للأبد عموما أنا لا أعتقد أن بوسعك أن تعطيني أو تذكر لي نصا واحدا من الإنجيل من شأنه أن يزرع الشك في قلبي في ألوهية المسيح وبالأمس فاتني بعض من أسئلتك بسبب الوقت أما الآن فقد طلبت من مساعدي أن يدونوا كل سؤال تثيره ولن يكون بوسع أي فرد بعد هذه الخدمة أن يقول إنني لم أجب على أي سؤال أثاره السيد أحمد داد سأواجه كل سؤال وسأكون بمقدوري أن أجيب على كل سؤال وسأدافع عن عيسى كابن لله وقبل أن أنهي حديثي حيث ما زال لدي مزيد من الوقت ولكنني لن أخذ الوقت كله سأنهي حيث سبق لي أن لمست هذا الأمر من قبل واسمعوا لي وبمنتهى الأمانة قد نختلف على المستوى الفكري وأنا لا أعتقد أن كلماتي قادرة على إقناعكم وقد تغضبوا مني لكنني آمل أن نكون إخوة وإذا احتجتم لأي مساعدة فاتصلوا به وسأبرهن على أنني أخ لكم وحتى ولو لم تكونوا مسيحيين فسأحبكم كإخوة لي فكل منا يحب الآخر نعم يتحدث بالسويدية الآن كلنا نحب الآخر والآن دعوني أقول لكم الآتي إذا صدفتكم مشكلة أو صعوبة حقيقية وجربتم كل أنواع الديانات وجربتم الاستعانة بأناس حولكم وفعلتم كل ما هو ممكن في حدود قوتكم وجهدكم وما زالت تلك المشكلة قائمة امنحوا عيسى مجرد فرصة جميعكم لن تتكلفوا أي شيء ولستم بحاجة أن تحدثوا أحدا بذلك فبمقدوركم الحديث إلى عيسى بدون حتى أن تهمسوا فقط امنحوه كلمة من التفكير ذلك لأن لدينا في سفر يوحنى نجد أن يوحنى صلى بمجرد التفكير قائلا يا الله ساعدني ومن ثم فقولوا فقط يا عيسى إذا كنت موجودا وإذا كنت حيا وإذا كنت مساويا لله فرجاء ساعدني إيش في بدني السقيم أنقذ زوجي من المخدرات وأنقذ مراهقية أبناء من أن يدمروا في هذا البلد المخيف السويد نعم إنني أعلم أن السويد قد أضرت وأفسدت كثيرا من الشباب عيسى بوسعه أن يغير الحياة تماما دعوني أؤكد لكم أننا قد شهدنا في هذه الكنيسة على الأقل نحو ألف شاب أتوا إلينا من المجرمين ومن مدمن المخدرات ومن المعاقرين للخمور أتوا إلى هذه الكنيسة سجدوا وقالوا يا عيسى وتم إنقاذهم وهم الآن يعملون في المجتمع ويتحملون مسؤوليتهم البعض منهم تزوج وأصبحوا أناسا ناجحين في المجتمع وبجوار هذا المكان وعلى بعد قليل من هنا يسكن أناس يؤمنون بعيسى ولدينا أعلى النسب المئوية في الحالات الإيجابية التي استطعنا فيها معالجة مدمن الخمور وأمكن مساعدتهم على الإقلاع عن الخمور إن عيسى لا يدفع أي فرد لإدمان الخمور ولكن على العكس فهو ينقذ أي شخص يرغب في الخلاص من الكحوليات والآن وقد أصبحت منفعلا للغاية أعتقد أن علي أن أستريح شكرا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه سديكة كان يأكلان الطعام انذر كيف نبين لهم العيات ثم انذر أننا ينفكون صدق الله صدق الله المرى العزيم السادة رئيسة ورئيسة الجلسة الإخوة والأخوات الأعزاء قرأت عليكم الآية رقم خمسة وسبعين من سورة المائدة وهي سورة الخامسة في القرآن الكريم وفي الواقع فإن هذه الآية عبارة عن إجابة لبعض الروايات الخاطئة التي أدلى بها القسطان للليلة الماضية وكما ترون فقد تغير أسلوب هياجه فقد أصبح متمرسا ولو كان أحدكم حاضرا هناك بالأمس فسألحظ ذلك وقد اعترف بأنه كان يرتجف وأنا لا ألومه فقد كان ممسكا بالسم بين يديه ولكن أثناء تلك الحالة قال محدثا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه أنكر نبوة عيسى وأنكر موته وبعته وقيامه أي عيسى وإنه أنكر أيضا أن عيسى هو المسيح وأنا أقول للقس لا فقد كان يتكلمه في حالة هياج شديد وما كان يتابع حديثه جيدا لأنني أثناء فترة التوقف خلال الحديث أخبرت الحاضرين أننا معشر المسلمين نؤمن بعيسى فنحن نؤمن بأن عيسى واحد من رسل الله العظام قول العزم ونحن نؤمن بمعجزة ميلاده ونحن نؤمن أنه المسيح ونؤمن أنه أحيا الموتى بإذن الله وشف الأبرص بإذن الله هذا هو ما قلت إننا نؤمن بأنه المسيح ولم أقل محمد لم أقل إن محمدا هو المسيح لقد قلت إن عيسى هو المسيح ولا يوجد من أمة محمد من ينكر هذا ومن ثم فإنني أود من أخي أن يراجع هذا الكلام فما زال لديه عشر دقائق متبقية أتمنى أن يعبر عما يدل عن أسفه لكن في الآية التي تلوتها عليكم تقرر كلماتها أن المسيح ابن مريم ما هو إلا رسول سبقه كثير من الرسل وأن أمه السيدة طاهرة صديقة أي أم عيسى قد خلق من قبل الرسل وأنهما كان يأكلان الطعام مثل ما نفعل نحن جميعا ويريد الله سبحانه وتعالى أن يغفت الانتباه إلى أن كل من الأم والابن كان يأكلان الطعام وذلك لأن الله يحاول أن يخبركم أن أي فرد يأكل الطعام لا يمكن أن يكون إلها أبدا ومطلقا لا يستحق العباد وفي الكنيسة الرومانية الكاثوليكية يعبدون مريم بصفتها أم الله والنصارى عامة يقولون إن عيسى هو الله ويعبدونه لكن الله سبحانه وتعالى يقول أنك إليهما كان يأكل الطعام وبعبارة أخرى إذا أنت أكلت طعاما فلابد أن تلبي نداء الطبيعة فتصبح في حاجة للحمام وإذا لم يتوفر فستبحث عن الصخور أو العشب ليس الطبيعة الله فالله لا يذهب لدورات المياه ولا يبحث عن العشب أو الصخ من أجل أن يخضي حاجته الله سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك وتستمر الآية قائلة انظر إلى أي حد نجعل علومنا وآياتنا واضحة لكم كم هي واضحة وبسيطة تلك الحقائق التي نضعها أمامكم كيف ابتعدوا عن الحقيقة كانت هذه الآية من سورة المائدة الواقعة في الجزء السادس ومن ثم فعيسى هو المسيح وأحد الرسل العظام أولي العزم الذين أرسلهم الله لكنه ليس إله وبعد ذلك وفي الجزء الثالث من القرآن الكريم في الآية الخامسة والأربعين من سورته آل عمران يقول الله سبحانه مريم بسمه المسيح يترجم بالمسيح وهو ابن مريم وهو ابن مريم مجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ومن المقربين ومن المقربين إذن مرة أخرى عيسى هو المسيح وهو واحد من المقربين لله وفي صحبة القريبين منه وهو ما نقوله عنه نحن وقد يقول النصارى مثلنا إنه يجلس على يمين الله ولكن نحن نفسر ذلك بأن الأمر ليس ماديا أو حسب وضعه الجغرافي إن الله سبحانه وتعالى ليس شبيها بإنسان الجانس على العرش أو على كرسي العرش وإجلس عيسى المسيح إلى جنبه على جانب يده اليمنى مثل الحليف لا لا بالطبع في الحقيقة حينما يقول الرجل الشرقي إن المرأة على يميني قد تجد بالفعل يجلس جوار يده اليسرى لكنني في تعبيره عن موقع الأهمية أقول هذه هي رجلي أو ذراعي اليمنى سواء كنت تجلس خلفي أو أمامي وإلى جواري وإذا كان الأمر مثل هذا الشك فنحن نقول إنه في صحبة المقربين لله إذن نحن نرضى ونقر بأن عيسى هو المسيح وأنه أحد المقربين لله فهذا ما ورد في القرآن وأنا أقططف منه وبإمكانك أن تتأكد من خلال النسخة الخاصة أما فيما يتعلق بالدعائه أنه إله فكما ترون فقد أعلن القصة تحديه لي وما قلته كان عبارة عن مناشدة لإخوان المسيحيين ولكل المثقفين الذين ألتقي بهم في لقاءات حول العلم بأسره وفي كل مناسبة أجدوه أقول الإخوة والأخوات من فضلكم لودي أن تسدوا لي معروفة إذا كان عيسى إلها فليتكم تأتوا لي بآية واحدة فقط مقبولة واحدة في أي مكان أو أي موضع في إنجيلكم أي نسخة من الإنجيل حيث نجد عيسى يقول إنني الله أو حيث يقول أعبدوني وأقسم بالله وحتى الليلة لو استطاع القص ستانلي أن يفتح إنجيله ويخبرني قائلا تعال إلى هنا اقرأ الإصحاح الأول من إنجيل يوحن الفقرة الأولى فماذا تقول هل تقول على لسان عيسى أنا الله أعبدوني لا فماذا تقول في هذه الفقرة يقول إنجيل يوحن في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله وأنا أقول لكم اسألوا علماء المسيحية من أين أتى يوحن بهذه الكلمات في ذلك العهد وقبل يوحن كان هناك فيلسوف إغريقي اسمه فايلو وقد كتب في فلسفة هذه الصيغة في البدء كانت الكلمة والكلمة كانت من عند الله والكلمة كانت الله وهذه العبارة نسخة يوحن في إنجيله المسمى إنجيل القديس يوحن وإنني أسأل المسيحيين المثقفين وأقول سيدي إنك تحمل الدكتورات في علم اللهود وكما ترى فإن كلمة الله التي وقعت لأول مرة في هذه الفقرة التي تقول في المدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله هل لي أن أسألك ما هي الكلمة الإغريقية الموجودة في النص لكلمة الله فأنت مبشر للنصوص الإغريقية وتعرف اللغة الإغريقية أو يجب أن تعرفها فهي أساس ديانتك ولديك مخطوطات جميعها باللغة الإغريقية مثل إنجيل ماتا وماركوس ولوقا ويوحنى والسبع عشرين سفرا في العهد الجديد والمتغفرة لديك بالإغريقية فقط أقول ما هي الكلمة التي تعني الله في اللغة الإغريقية هل ساعتني يا سيدي إلوهيم لا يا سيدي فهذا بالعبرية كما ترون فالقص أصبح الآن غاضبا بسبب المفردات أو الكلمات نعم لقد غاضب وفي طريقي لأن يفقد أعصابه من فضلك هو عليك أرجوكم لا تصفقوا كثيرا فلسنا في طريقنا لأرض ألعاب نارية هنا في هذا المكان رجاء الالتزام الهدوء والسكون أما عن الكلمة الإغريقية للتعني الله فيا ثيوس وثيوس في اللغة الإغريقية تعني الله أما الكلمة التي لدينا في النص فهي هوثيوس وهوثيوس تعني جا جود أي جا سبق لكلمة الله والآن حسب نظام البلاد الغربية في لغتهم نجد أنهم حينما يكون عندهم اسم عالم فإنهم يبدأون بحرف كبير وهذا خاص بأسماء الأعلام مثل الله كابتال جي حرف كبير إلى حرف صغير وأنا حينما أطالع الترجمة الإنجيل في اللغة الإيجليزية أجدكم أشرتم إلى الله مستخدم الحرف الكبير جي أما العبرية والإغريقية لا يوجد فيها حروف صغيرة وكبيرة وكذلك في العربي ولا يوجد ما يسمى بالحروف الكبيرة لكن في النظام الغربي يوجد هذا الشيء المسمى بالحروف الكبيرة ونفس تلك الحروف مرة أخرى ولكن بالشكل الصغير أو المصغر ومن ثانب فحينما نستخدم حرف الجي بشكل كبير في كلمة جود فإننا نعني بذلك الله سبحانه وتعالى ونأتي إلى الكلمة الثانية المستخدمة في اللغة الإغريقية ومعناها الله وهي يا سيدي ثانثيوس وهذه الكلمة حينما تستخدم في اللغة الإغريقية لا تعني الله سبحانه وتعالى ولكن تعني أي إله ومن ثم إذا وردت هذه الكلمة في النص الأصل الإنجيل فلا يجب ترجمتها وكتابتها بنفس الشاك ولكن يجب أن تكتب صغير أي إله وليس إلها بعينه فوليس اسم عالم محدد وأنا أسأل القس لماذا حينما تردوا الكلمة معناين مختلفين تكتبوهما بنفس الشكل فأسر لي الأمر لابد أنكم تخدعون شخصا ما ففي النص الوارد في اللغة الإنجليزية في إنجيل يوحنى الفقرة الأولى من الإصحاح الأول وردت كلمة جود فكتبوا في المرة الأولى بحرف كبير وهذا مقبول ولا اعتراض عليه ولكن حينما وردت نفس الكلمة للمرة الثانية كانت في موضع اللغوي يجب كتابتها بحرف صغير لكنكم كتبتموها بنفس الشكل وبحرف كبير ومن هنا خلقتم وإنشأت معنا جديدة كلمة إله هنا وردت في اللغة الإغريقية بمعنى هوثيوس في الرسالة لأهل كورامتوس إن الشيطان هو إله هذا العالم وقد كتبوها في النص الإنجليزي باستخدام الحرف الأول الصغير جي معناه حسب نظامهم كان يجب على علمائي من يكتبوا نفس الكلمة بحرف الجي الكبير والرامز في نفس المخطوط للشيطان لكن لا لا كما ترون فأنتم تلعبون بالمخطوطات حسب أهوائكم وتترجمونها حسب ما شئتم ثم نأتي إلى العهد القديم فنحن نجد الله سبحانه وتعالى يتحدث إلى موسى فيخبره قائلا وقد جعلتك إلها للفرعون هنا نجد كلمة إله كتبت في النص المترجم بحرف الجي الصغير وأنا أود أن أعرف لماذا فعل ذلك أود أن أعرف لماذا حينما كان الوصف للشيطان بكلمة جود كتبت بالحرف الصغير وكان ينبغي أن تكتب بحرف كبير وكذا وصف الله موسى بالإله أي كلمة جود مستخدما حرفا صغيرا في الوقت الذي كان يجب كتبتها بحرف الجي الكبير حسب ما ورد في النص الإغريقي من أين تستقون هذا التصنيف وعلى أي أساس إن هذا ليس موجودا لا في النصوص العبرية ولا الإغريقية إن ما تكتبونه هو ما تودون أن تؤمنوا به وما ترغبوا أن تجعلوا الناس يؤمنون به إن هذه ليست ترجمة أمينة ومن ثم فأنا أقول عن كلام عيسى أن هذا ليس بكلام عيسى فماذا قال عيسى؟ عيسى يقول وأبي أعظم مني وأنا هنا أقططف من الإنجيل ثم يقول ثانية وأبي أعظم من الجميع ثم يقول وأنا بنفسي ليس بوسعي عمل شيء لاحظ أنني ما زلت أقتبس يا سيدي وما كنت اقتبسه أنت كان من أسفار العبرانيين وسفر لسالة إلى فليبي هل لقلت لي من هذا الفليبي وأهل غيلاطيا وكورنثوس وتسالونيكي من كل هؤلاء؟ من كل هؤلاء؟ هل هؤلاء عيسى؟ لا إنما كل هذا كلام بولوس 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 إنني أود أن أعرف ماذا قال سيدنا عيسى إنني أحبه وأحتارمه وأرغب في اتباعه لكنني أود أن أعرف ماذا قال عيسى امنحوني كلامه وليس كلام أي شخص آخر لا تعطوني ما فكر فيه هذا الشخص آخر أو ما رأى أنه المقصود أو ما ظن أنه المتضمن في الكلام إن الدين والخلاص لا يعتمدان على تأويل الناس وتفسيراتهم سواء أكنت أنا أو أي شخص آخر إنني أود أن أعرف ما قاله السيد لقد قال إن الكلام الذي تسمعونه ليس بكلامي فقد قال عيسى إن الآبا الذي أرسلني أعطاني أمرا بما ينبغي أن أقول وبما يجب أن أتحدث به فأتحدث به حينما يأمرني بذلك إذن فماذا يقول هو الحق؟ نعم ما قاله عيسى هو الحقيقة وقد يكون فهمكم لما يقوله بشكل مختلف وهو ما أفضل أن ألتزم به في رأيي فأنا أفضل أن أضع رقبتي على المقصرة فأحدوها كما يحلو لكم لكن أظهر سلطان عيسى وأنه قال إنه إله ورب أظهر لي أن عيسى قال عبدوني إن الوقت ما زال أمامك ما زال لديك عشر دقائق متبقية وأنا أتحدث بلغة الإنجليزية البسيطة للغاية إنني لا أطلب إلا كلمات عيسى حيث يقول وأتمنى أن تفهموا جميعا هذه اللغة الإنجليزية البسيطة أقول حيث يقول عيسى أنا الله أعبدوني أتمنى خلال العشر دقائق القادمة التي ما زالت أمام القسك أن يتمكن من أن يتلو عليه أو يبين لي الآية أو الفقرة التي يقول فيها عيسى إنني لا أعبدوني وأنا أقول إنك لن تجد هذا الدليل ذلك لأنني قد وطعت رأسي على حد المقصلة إن نجحت إذن فلنترك فكرة أن عيسى رب لننسى أن عيسى إله للحظات ودعونا نرى عيسى نرى توضعه ففي إنجلي متى الإصلاح التاسع عشر فقرات سادسة عشر والسابعة عشر نقرأ الآتي يا سئي وإذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمى لتكون لي الحياة الأبدية فقال له فقال له لماذا تدعوني صالحة ليس أحد صالحا إلا واحد ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله وهكذا نراه يرفض أن تطلق عليه صالحة فكيف يعود ثانية ويسألك ما يطلب منكم أن تدعوه إلها أو ربا إن الصفة هي صفة الصلاح وقد أقول القص الصالح فيقول لي القص في تواضع لا لست بالرجل الصالح كما تظن فأنا مليء بالعيوب ونقاط الضعف وقد تقول أنت لي يا سيدي داد إنك رجل صالح فأجيبك لا لا أترك هذا جانبا من فضلك فأنت تعلم أنني مليء بالعيوب ونقاط الضعف إذن ففي سعين للتواضع نفعل ذلك لكن إذا كان عيسى إلها وفعل ذلك فهذا رياء نفاق والدعاء كذب للفضيلة فالله هو الله وإذا قال إنه إله لقبلنا بذلك لكنك تأتي وتقول لي إنه بصفته بشر له الحق في أن يقول علامة أو لماذا تدعوني صالحة فكما تعرفون في أن الصلاح الحقيقي عند الله وإنه هو الصلاح كله وهكذا بإمكانكم أن تروا أنه حتى من خلال كلماته نجد عيسى ينفي عن نفسه أي نوع من الألوهية وأنه إله إنه يتنصل من هذا ويمكره والآن فيما يتعلق بما قاله القصة عن إيسى إنه قال طب لا إبراهيم كنت أنا وأنا أقول إن التعبير أنا استخدمه الله في العهد القديم حينما كان الناس يستفسرون عن موسى وموسى يستفسر من الله فقال له إن هؤلاء القوم قد يودون أن يعرفوا من أرسلك لذا فأنا أقول الله ولما كانوا يعدون أن يعرفوا اسمه فبماذا يجيبوهم قال الله لا قل لهم أنا على ما أكون هذا بالعبرية بالضبط مثلما تود أن تعرف ألقابي أو أسمائي وكمثال بسيط حينما تسألني لا تسأل عني ولكن اقبل فقط بأنني ديدا وقد تسأل هل أنت دكتور في العلوم الدينية أو هل أنت أستاذ فأقول لك إنس كل هذا فأنا ما أنا علي ومن ثم كان الله يقول إذا كان يهمك الأمر فاخذ به وإن لم تشغل بالك فترك وعليه قال الله أنا على ما أنا أكون والآن لنعد لعيسى فنجد أن اليهود قد أثاروا غضب فقال لهم انظروا انظروا عليكم بتدمير هذا المعبد أو الهيكل وسأعيد بناءه في خلال ثلاثة أيام فقال له اليهود يا أيها الرجل لقد استغرق هذا المعبد ثلاثين عاما في بنائه فهل ستعيد بناءه في ثلاثة أيام ثم يقول لنا الكاتب إنهم لم يفهموا ذلك فقد كان يقصد هيكل جسمه أو جسده ونلاحظ أن عيسى لم يقدم هذا التفسير ولم يشرح ويفسر لهم بل أوجد هذا التشويش في عقول اليهود ولو كان يتحدث عن نفسه لكان المفروض أن يقول ذلك وأن يقول إن القوم قد أساءوا فهمه بأنه يتحدث عن معبد أو هيكل القدس لكنه ترك الأمر عند هذا الحد بعد ذلك قالوا له أيها الرجل إنك تبلغ من العمر ثلاثين عاما فقط وأنت هكذا هل تعلم كم كان يبلغ إبراهيم من العمر ومن ثم قال لهم انظر قبل إبراهيم كنت أنا فإذا كان يعني أنه نفسه كان قبل إبراهيم فليتنا نعرف كيف كان ذلك لأنك كما تعرف يا سيدي وكما تحدثنا أن عيسى المسيح قد ولد منذ عام ألف وتسعمائة واحد وتسعين سنة مضت وقبل هذا التاريخ لم يكن عيسى على وجه هذه الأرض فأين كان هو أين كان هو مع الآب على أي تهيئة هل كان هذا الرجل البالغ ثلاثين عاما مع الله والآن هل أرد الله أن يصغره حتى جعله بذرة ألقى بها في رحم أمه ثم حملته لمدة تسعة أشهر ثم وضعته بعد ذلك في هذا التاريخ المسجرة تلك اللوحة تقريبا هل هذه فكرتكم عما كان عليه عيسى كان مع الله يتمشى وتحدث يأكل ويستريح مع الله ويعلم أنه سيصغره بعد ذلك فيقول له الآن انظر يا بني ستدخل رحم مريم وتبقى فيه لمدة تسعة أشهر ثم تولد مثلك مثل أي طفل آخر وتجعل أمك نفساء لمدة أربعين يوما هل هذه هي الفكرة أنه كان مع الله وكيف كانت هيئاته لذلك أقول انظر وقرأ سفر أرمياء حيث نجد أن الله العظيم أخبر أرمياء قائلا فكانت كلمة الرب إلي قائلا قبل ما صورتك في البطن عرفتك وقبل ما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعور وأنا أود أن أعرف كيف يمكن الإنسان أن يصير نبيا قبل أن يجذ في رحم أمه لقد كان مع الله ويقول له قبل ما صورتك في البطن عرفتك ففي أي صورة كان وهكذا أقول إن فهمكم للنص غير كاف فأنتم تنظرون في كتاب اليهود والذي يشكل الإنجيل أيضا وترون أنه مليء بالاستعارات والتشبيهات الشرخية التي لم تجربوها وليس لديكم أي خلفية عن كل هذا وهكذا تطالعون نصوصا أدبية استعارية مطولة تخلق الكثير من الصعوبة في الحوار وذلك سببه أنكم تطالبون كتاب اليهود من خلال رؤية إغريقية وكما رآه الإغريق فقد كان الإغريق والرومان الرواد في مطالعة رسالة عيسى المسيح لآبائكم وأجدادكم الإسكندنافيين والرومانيين والفرنسيين والبريطانيين وغيرهم كل هؤلاء نظروا إلى كتاب اليهود من خلال منظار إغريقي كما رآه الإغريق أنفسهم ومن هنا حدث التضارب لكنكم إذا نظرتم إلى كتاب اليهود كما يراه اليهودي فلن تجدوا مشكلة فنحن نتفهم الآن فكرة أن عيسى كان مع الله وأن أرمية كان مع الله والآن دعوني أخبركم أن محمد صلى الله عليه وسلم كان مع الله وكذلك دعوني أن أحددكم أن هتلر كان مع الله فنحن جميعا مع الله نحن جميعا مع الله الخير والشرير جميعنا مع الله لكن على أي هيئة لا توجد هيئة لذلك فهل الله بلا هيئة؟ هل هو روح؟ إذن على أي هيئة تكون أنت؟ الإجابة لا والأمر مجازي ومعناه أنه في علم لا يوجد هتلر وتوجد بلادكم ويوجد في علم كل موضع على هذه الأرض حتى القصة ستانلي موجود في علم وكذا أحمد ديدات كلنا هناك في علمه ذكر القصة أننا في الإسلام نجل الإنجيل وهذا حقيقي ولكن حينما نتحدث عن الإنجيل نقصد إنجيل عيسى أي البشرى التي أتى بها عيسى المسيح والأخبر طيب ونحن نحترم ما أتى به عيسى خاصة إذا استطعت أن تؤكد وتتحقق أن هذه هي كلمة عيسى هذا إذن هو الإنجيل إنجيل عيسى أما ما بين أيدينا اليوم فليس بإنجيل عيسى إننا نؤمن بالإنجيل وإنجيل عيسى وليس إنجيل متة إنك حينما تقرأ أي إنجيل أي إنجيل كبير الحجم تجد فيه إنجيل متة، إنجيل ماركوس، إنجيل لوقة، إنجيل يوحنى فهل وجدتم فيه إنجيل عيسى؟ إننا نريد إنجيل عيسى فهل حصلتم عليه؟ الإجابة بالناف إنه ليس بين أيديكم وبالأمس أشرت إلى أحد الأناجيل ذي الحجم الصغير والذي أعتقد ويفترض أنه يضم الكلمات التي نتق بها عيسى وقد كتبت بالخط الأحمر وقد قلت إنه بناء على ذلك فإن عشر بالمئة، عشر بالمئة فقط من العهد الجديد خطت باللون الأحمر وتسعون بالمئة من العهد الجديد أيضا وهو الإنجيل قد خطت بالخط الأسود وفي بعض أصفار العهد الجديد قد لا تجد موضعا للخط الأحمر في سبعة وعشرين سفرة لا يوجد موضع باللون الأحمر في أي مكان وهذا يعني أن هذه الأصفار لم تلمس أو تقترب من كلمة عيسى لا تمت له بصلة وبإمكانكم أن تأتوا بالإنجيل وأنا أوضح وأبين الأمر لكم وننتقل إلى الرواية أو العبارة التي نطق بها القس حينما قال إن عيسى أعلن نفسه ربه وكل هذا مسجل عندكم إنه أعلن لذا أقول من فضلك بيّن وأوضح لي هذا الأمر من الإنجيل من فضلك بيّن لي أين نجد عيسى يقول أنا الله أو حافظ يقول عبدوني وإنني مستعد أن أقبل بتعميدي الليلة لو أثبت لي ذلك لا تضيع وقتي لا تضيع الوقت ثم بعد ذلك زعمت شيئا آخر فقد أظهرت لنا كتابا يفترض أنه منسوب إلي منسوب إلي وقد أظهرت الكتاب لي يا سيدي وبينته للجمهور بينته للجمهور أو الحضور وعنوان الكتاب الرب الذي لم يكن مطلقا وقد قلت إن أحمد ديدات هو الذي ألف هذا الكتاب وأنا أقول لك هذا كاذب وافتراء فأنا لم أؤلف هذا الكتاب وأؤكد على عدم تأليفي لهذا الكتاب فكل كتاب لأحمد ديدات يحمل اسمي مكتوبا عليه تأليف أحمد ديدات وليس حسب رواية أحمد ديدات أو وفق كلام أحمد ديدات إذن فكل كتاب أكتبه يحمل اسمي ما هذا الكتاب فليس عليه اسمي ومن ثم فهو ليس كتابي او تأليفي ارجوكم 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 والان هناك اشياء معينة من بينها ما قاله عن عيسى في هذا الكتاب ونعني به الانجيل يؤمن القص وكذا المسيحيون بانه كلمة الله الحق انه كلمة الله التي استوحاه الروح القدس والروح القدس هو الله لان المسيحيين يقولون ويؤمنون بالله الاب والله الابن والله الروح القدس فأنتم تؤمنون ان الاب راب وان الابن راب وان الروح القدس راب وعليه فاذا كان الروح هو الروح القدس اذا فهو راب ثم تعالوا بنا هل اذا كان الله اوحى بشيء هل هذا هو ما اوحى الله به ذلك الرب عيسى ودعونا نضعه بين قوسين إذا كان هو الله فهل يكون جاهلا أو غير عالم بالزمان نعم لقد كان جاهلا إذا كنتم تطلقون عليه ربا وذلك وفقا لرواية الروح القدس الذي تسمونه ربا أيضا ونطلع على ما أوحى به الروح القدس في إنجيل ماركوس الإصحاح الثالث عشر الفقرة الثانية والثلاثين وقد كتب ماركوس كتب وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآن إنه هو الوحيد هكذا من خلال النص نجد أنه الوحيد الذي يعرف متى يكون يوم الآخر أو متى تحين النهاية يوم القيامة أو يوم البعث ولكم أن تسموه ماشيت من أسماء إذن فهو يقول أن اليوم الآخر لا يعرف أحد ولا حتى الملائكة ولا حتى هو نفسه إذن فهذه حدود المعرفة عند إلهكم أما الآب فهو الوحيد الذي يعرف وأنا أسأل كيف لا يعرف هو أي الرب المزعوم وعيسى أي نوع من الآلهة هذا الإله الذي ليس لديه أي فكرة عن يوم القيامة ثم من يشهد بذلك الروح القدس ولو كان الروح القدس كما يقول تقولون ربا كذلك فهو يشهد أن هذا أي عيسى الإبن وهو رب لا يعرف فكيف يمكن أن يكون ربا إن المعرفة هي جزء من صفات الله فهو يعرف كل شيء يعرف قوانا الداخلية أو الكامنة يعرف مشاعرنا وأحاسيسنا إنه يدرك كل شيء حتى نوازعنا ونوايانا إنه يعرف كل شيء لكن هذا الرب وأنا أضع الكلام بين القوسين أقول هذا الرب الذي هو الروح القدس يحب ما كتبه ماركوس فيقول إنه لا يعرف أي شيء عن اليوم الآخر ثم نأتي لشيء جديد آخر فهذا الرب الذي هو عيسى والنضاعه بين القوسين يتعرض للإغراء والإغواء من قبل جميع الأشياء مثلي ومثلي بل قد أغوي فعلا ونأخذ مثلا من سفر العبرانيين الإصحاح الرابع الفقرة الخمسة عشر وفيها لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفائنا بل مجرب أي عيسى في كل شيء مثلنا بلا خطيئة إذن فعيسى يغوى وله نفس نقاط الضعف التي لدينا والتي تغوي أي أحد ثم نطالع شيء مثيرا في رسالة عقوب الإصحاح الأول الفقرة الثانية عشر حيث يقول لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد وهكذا نجد نفس الرب أو نفس الروح القدس يوحي لعقوب أن يكتب انظروا إن الله لا يمكن أن يغوى أو يجرب فهو غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد هو لا يجرب أو لا يغوي فقط ولكنه لا يجرب أو يغوي أحدا أيضا ثم نعود مرة أخرى ونقرأ الآتي إن الشيطان قد أغوى الله ويقصد نبيه عيسى وسنضعوه بين قوسين فكما يقول النصارى وكما يقول القس فعيسى في رأيهم هو الله ومن ثم فقد أغوى الشيطان الله عيسى لمدة أربعين يوما وقاده الروح في الحال إلى البرية وظل هناك لمدة أربعين يوما في البرية إذن فهذا إغواء الشيطان وقد أغواه الشيطان لمدة أربعين يوما أي إنه ساخر منه لمدة أربعين يوما ممن؟ من الله الشيطان يصخر من الله أو الرب يا قوم هذه ليست من صفات الله ولا يمكن أن تعزله هذه الأمور فالله لا يمكن أن يقال عنه إن الشيطان قد أغواه ثم يقولون ثانية وهذا الرب هذا إذا كان ربا تعلم من التجربة إذن فقد مر بتجربة مثلي ومثلك وتعلمون أن الناس يقولون على المرء هذا رجل حكيم إذا كان يتعلم من التجربة لكن الرجل الأكثر حكم ذلك الذي بوسعي أن يتعلم من تجارب الآخرين فحينما يجعل الآخرون أنفسهم أمثولة لذا يجب أن نستخلص درسا من هذا وهو أن لا نفعل نفس الخطأ لكن المسيح إيسا لم تتح له هذه الفرصة وذلك وفقا لما جاء في كتاب العبرانيين الإصحاح الخامس الفقرة الثامنة وفيه نقرأ تعلم تعلم الطاعة مما تألم به إذن فهو يتعلم من آلامه بمعنى أنه يخطئ ويحترق بنار هذا الخطأ فيتعلم منه ثم يخطئ ثانية فيصيبه الآلم فيتعلم منه إذن فهو يتعلم من خلال الأشياء التي يتألم منها وهذه ليست من صفات أو طبيعة الله ثم ننتقل لفكرة أخرى وهي أن الله جاهل أو غير عليم بالفصول ودعونا نضع كلمة الله هنا بين قوسين ونقرأ النص الآتي من إنجيل ماركوس الأصحاح الحادي عشر الفقرات الثانية عشر وثلاثة عشر وذلك لأدلل على ما أقول قد جاء فيها وفي الغد لما خرجوا من بيته أين يا جاع؟ أي جاع عيسى هل لكم أن تتصوروا هذا؟ رب جائع والله إنني لا أسخر من عيسى فكما ترون حينما تقولون إن هذه صفات الله وحاولوا أنا فقط أن ألفت الانتباه إن الله لا يكون جائعا آبدا إنه لا يجوع مطلقا إنه يطعمكم لكن الرب لا أحد يطعمه فهو ليس بحاجة للأكل للسمك إلى خير كل هذا ليس نظاما لله إذن فالرب هنا كان جائعا ولنكمل النص ثانيا إذ يقول فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاءه لعله يجد فيها شيئا فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا لأنه لم يكن وقت تين بمعنى أن هذا الوقت لم يكن موسم التين وأنا يا سادة لا أعرف ما هي الفواكه التي تنمو هنا في الموسم والنقل في الصيف مثلا لكن استمعوا إليه نفرض أنكم عرفتموني بفاكهة عندكم كالبرقوق ولنفترض أني حضرت وطلبتها بعينها ساعتها ستقولون يا سيد دي دات إننا نبو منتصف الشتاء وهذه لا تنمو ولا تزرع في الشتاء إنما تنمو في مايو ومن ثم فلو أتيت بيونيو أو يوليو في الصيف ستجد هذه الفاكهة وهكذا كما ترون يمكن أن يحدث نفس الخطأ لو تحدثنا عن جنوب إفريقيا تحدث عن جمال الفواكه تأتي وتقول في موسم ليس للفاكهة إنني أريد هذه الفاكهة فأقول لك ساعتها حسنا هذه الفاكهة تستطيع أن تجدها في الشتاء وتحديدا في ديسمبر إذن لو أتيت أنت في شهر يونيو أو يوليو طلبت ذلك فلن يلومك أحد لعدم معرفتك لكن الله يجب أن يكون علما بما يزرع وما لا يزرع وإلا لم استحق أن يكون رب فأنت يوقف لو كان عندكم بعض معلومات العامة عن بلدك لا علمت ما يزرع في موسم وإذا لم يكن الموسم مناسبا فليس أداك الحق أن تتوقع الفاكهة تدري لماذا؟ لأن ما تسميه أبوك أو الآبل هو الذي صنع ذلك الله هو الذي صنع أو خلق شجرة الفاكهة وهو الذي أنشأ القانون الخاص بجعلها تؤتي ثامرا إذن فلا يحق لك أن تتوقع وجود ثامرا في غير موسمها لأنك جائع ومجرد أن تفقد ما تريد ولا تجد الفاكهة تأل عن السويديين لا لشيء لا لشيء إلا لأنهم لم يخرقوا قانون الله يجب أن يموتوا للم فشلوا في تحقيق شيء رغم أن الله الذي سنه إن قانون أباك كما تسميه أن هذا عجيب أي صلوك شائن إنه عمل أخرق ومن ثم فالله لا يأتي بهذه الأفعال وحتى الناس العاديون بعضهم لا يفعل ذلك ومن ثم فلست قادر أن أتصور سيدنا إيسا يمكن أن يدمر مصنع لأنه لم يأتي بثمرة في غير موسمة لا أتصور هذا ولا أستطيع أن أقبل به ومن ثم فإذا قلتم لي كلام الله أو كلام عيسى فإذا أجبكم لا هذا كلام شخص آخر سأفهم الله العظيم إذا كان ربا عيسى يقول إنه بلا قوة على أي شيء هو يقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا هل تعرفون معنى لا شيء؟ لا شيء لا يستطيع فعل شيء ثم نأتي لشيء آخر مناقب حيث إن كلاما على لسان عيسى يقول كل السلطة أعطيت لي أعطيت لا كما أعطي أنا توكيلا أتفيدا للتصرف فبإمكانك أن تفعل ما أفعله التصرف بالباية في ممتلكاتي إذا كنت وكيلا عني يقول أعطيت لي كل السلطات إنها ليست لي أعطيت لي تنتمي إلى الله بوسعي أن يأخذها ومنحها لآخر هذا شأنه وذلك ملكه بعد ذلك سأمنحك شيئا لو تذكرت ولكن أبو سعيك أن تكسب أي امتحان في الإنجيل وهذا شيء عبارة عن أقصر جملة في الإنجيل نعم أقصر جملة حيث إنها مكونة من كلمتين فاقة تذكر ذلك لو تذكرتها جيدا لأمكانك أن تكسب امتحانا أو مسابقة والعنوان هو تلك الجملة وهو الرب الباكي ودعونا أن يضع كلمة الرب بين أقواس نعم الرب الذي يصرخ هل بسعكم أن تخيل الله أو الرب يصرخ مثل طفل صغير إن هذا هو ما أقرأه في إنجيل يحنى لصح الحدي عشر فقر الخامسة وثلاثين يا سيدي وفيها نقرأ بكى عيسى هذا كل شيء نعم لقد بكى ما أدري هل لازال القصة يستمع إلي عيسى بكى هذا كل شيء نعم لقد بكى هل تعرفون ما هي المناسبة لذلك لقد مات صديقه عازر عازر أعود وأقول كما سترون فمعجزة عيسى ليست أنه حول الماء إلى خم وبالمناسبة لقد ذكر القصة فرية أخرى ضدي حينما ادعى أنني قلت إن موسى أعظم من عيسى هذه كذبة أخرى وأود منك أن تبرن وتدلل أني قلت هذا الكلام إن موسى أعظم من عيسى وتذكر تلك الكلمة جيدا ما قاله القصة على لساني بأنني قلت إن موسى أعظم من عيسى تذكروها تذكروها هذا ما قلته أنت يا سيدي وأنا أعلم أنه لم يخطر على بالي مطلقا مثل هذه الفكرة وأنني سأتحدث بمثل هذه الطريقة إذن لنعود لمعجزة عيسى الكبرى والتي يجب أن نقر بها جميعا وهي إحياؤه للميت فهذه من الصفات المميزة لله والله وحده هو القادر على منح الحياة وقبضها ومن ثم فالمسيحيون يقولون أهو عيسى قد أعاد الحياة للميت فأقول لهم هل قال عيسى ذلك؟ هل قال إنه أحيى الميت؟ لا إن هذا هو فهمكم أنتم إنني أقول إنه لم يحيي الميت نعم لم يحيي الميت وقرأوا إنجيل يحنى حينما مات عازر صديق عيسى ذهب عيسى للقرية وقبل هناك مارثى أخت ماريا من أخرى وهناك قالوا له يا سيدي لو كنت هنا لكان بإمكانك أن تنقذ أخانا من الموت فأنت بوسعك أن تشفي أناس آخرين وبإمكانك مساعدتهم فلماذا لم تنقذ أخانا من الموت؟ وهنا قال لهم عيسى وحتى الآن إذا كان عندكم إيمان فسترون عظمة الله إذن أين وضع الميت؟ لقد أخذوا عيسى إلى موضع تركوا عازر فيه ولم يكن لحظة لكنه كان مشهدا على وجه الأرض ولم يكن قبرا أو لحظة في باطن الأرض إذن فقد قاد عيسى لهذا المكان وفي الطريق كان عيسى يتأوى نعم هذا هو ما قاله إنجيلكم يا سيدي إنه يتأوى الروح يتأوى هو يتوجع ما هذا كما ترى حينما نبكي بحرق وننطق بكلمات غير مفهومة وغير مسموعة للآخرين من حولنا فذلك هو النحيب نعم وقته يكون الإنسان منتاحبا وفي الواقع فإن المرأة في تلك اللحظة يتوجه بقلبه نحو الله وهكذا كان عيسى يقول يا ربي يا أبتا أنت تعرف صديقي عاصر قد مات هنا هل لا أعطى إليه الحياة الثانية لقد كان ينتحب إلى ربي لكن الناس من حوله كانوا غير قادرين على سماع ما يقول وحقيقة ولذا فقد قالوا لقد كان يتأوى يتأوى هو أو ينتاحت لكنه لم يكن يتأوى هو لا ينتحب ولكنه كان يصلي وقبل أن يصل إلى القبر وقف هناك وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني وهكذا يقول عيسى إن كل شيء من الله وأن الله يسمع ما يقوله ويجيبه لما يطلب لكن بسبب هؤلاء القوم الواقفين أمامه هؤلاء البشر السدج والصطحيين بسبب هؤلاء قال ما قاله لقد أرد أن يفعل أو يأتي بعمل من شانية يثبت لهؤلاء القوم أنه مرسل من عند الله وأنه ليس إلها يحيي الميت علاوة على ذلك فقد أراد عيسى بهذا العمل أن يؤكد لهم أن الله قد أرسله ويقول عيسى وهذا هو السبب في أنني قلت ما قلت وبعد ذلك قال صرخ بصوت عظيم لعازر هل أم خارجه فخرج الميت إذن فقد خرج عازر بعد ثلاثة أيام من دفنه في قابر فقال الحمد لله إذن فقد حمد الله أين إذن نجد عيسى يقول إنه أحيا عازر إنه يخبركم ويقول انظروا أنا لا أريد هؤلاء القوم يسيء فهمي لكن ما حدث الآن ووقوع سوء الفهم هذا آلاف الملايين من المسيحيين في العالم أساء فهم ما قالوا عيسى وهكذا يقولون إن عيسى يحيي الميت ولم يقل عيسى هذا إنما هو الله يعمل من خلاله ولدينا بوتروس أعظم حواري عيسى الذي اختاره عيسى وقال عنه بوتروس إنه أعطي منفتيح السماوات وقال له عيسى يا بوتروس ارعى قطيعي وأطعم غنمي يقصد أتباعه وبوتروس هذا في كتاب أعمال الرسل يقول متحدثا اليهود في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني الفقرة الثانية والشين وفيها أيها رجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوة وعجائب وآيات صنعها الله بياده وأنا أسأل من صنعها؟ خبروني هل يكذب بوتروس وهل يكذب الروح القدس الذي أوحى إلي بهذا وآيات صنعها الله بياده من صنعها؟ إنه الله القوة الموجودة هناك فما عليك إلا تضغط على زر الطاقة أو القوة حتى تأتي إليك فأنت مثلا لا تأتي بالكهرباء لا تأتي بالكهرباء لكنها تأتيك من مركز القوة على غرار هذا المثال تحدث عيسى ونطق وصلى وحصل على ما طلب من الله أما عيسى لو كان ربه فقد وصف بأنه ماذا أقول؟ قد وصف بأنه رب نائم والله لا ينام فالقرآن يقول لا تأخذه سنة ولا نوم لكن هذا الله أو الرب بين قوسي ذلك إذا كان فعلا ربا ولن أقرأ عليكم من سفر إنجيل متى لإصحاح الثامن الفقر 24 وفيها يقول وكان هو نائم ما هذا الرب نائم؟ هل ينام الرب؟ ثم نقرأ في لو قال إصحاح الثامن الفقر الثالثة والعشرين الآتي وفيما هم سائرون؟ نام هل هذا معقول؟ نام الرب؟ ثم نقرأ أيضا في إنجيل ماركوس الإصحاح الرابع الفقر الثامن والثلاثين وكان هو أي عيسى في المؤخرة على وسادة النائمة من؟ الله؟ هل هذا هو الله؟ أرجوكم أجيبوني والآن أقرأ عليكم هذا العنوان وأسميته الرب الضمآن على أن نطع ضفظة الرب بينها على متى تنصيس هذا إذا كان عيسى إلهنا وربه يقول عيسى أنا ضمآن هل تعرفون معنى قول عيسى لهذه العبارة؟ معناه إن الرب ضمآن فهل يقول أنا ضمآن؟ لذا فأنا عشان أنا أشرب فهل هذه هي صفات الله؟ أنا أبعطشان؟ أنا أعطش؟ الله المرهق أو المتعب بين قوسين كان ربا ونقرأ ما يدل على هذه الصفة في إنجيل يحنى الصح الرابع الفقر السادسة فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس على هكذا على البير يوحنى الفقر السادسة الرب الحزين بين علامتين نقرأ في متى لصحة 26 فقر 37 ثم أخذ معه بطرس وابني زبدة وابتدأ أي عيسى يحزن ويكتاب ثم قال فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت 26 ثمانية وثلاثم الرب المتأوه سبق معالجتها وتناولها والآن فيما يتعلق بالنبوآت فكما ترون هذه نقطة من نقاط الحوار النبوآت نجد أن أي شخص أو أي إنسان يتعلق بالأمل ينتظر قدو معيسى في أي وقت في أي وقتين الآن وهذا يشهد بالأسلوب الرائع الذي يتبعونه فكما تعرفون وتعلم فن المسيحين لا يبنون الكنائس أو شهدون المدارس أو المستشفيات فهم يعرفون مهمتهم جيدا وهذا يكفي هل تعملون لماذا ذلك لأنهم لا يحبون رؤية المزارة في جنوب إفريقيا فلا حقول ولا مباني ولا شيء يقدمون ذا فائدة إنهم فقط يستأجرون الجهد ويسمونها مملكة الجهد أما أسلوب الرائع والمحنك أسلوبهم قائم على فكرة أن عيسى قادم في أي لحظة فأي ناس هؤلاء إنهم نوع من الخابل والجنون لكن هذا الخابل والجنون يمتد لألفين عام قائم على ما أقرأ لكم من إنجيل ماركوس إصحاح 13 للفقرات 26 و27 وحينئذ يبصرون ابن الإنسان أي عيسى آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد فيرسل حينئذ ملائكته أي عيسى في سحاب يرسل حينئذ ملائكته ويجمع مختاريه من الأربع رياح من أقصى الأرض إلى أقصى السماء ثم ننتقل إلى الفقر الثلاثين الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون كل هذا قد وقع هذا الجيل الجيل الذي نتحدث عنه كل هذا يكون قد وقع ماذا فهم ناس من هذا الكلام لقد فهموا بالضبط ما قيل ومن ثم فما زالوا ينتظرون فبكل مرة يرون سحاب يقولون إذن فعيسى سوف يأتي وهكذا وما زال الناس ينتظرون طوالي ألفين سنة وراحوا يتخيلون ويرسمون بعض التواريخ لهذا الأمر عام 14 سيأتي المسيح ثم عام 1918 سيأتي المسيح وتمضي العام ولم يأتي وتمضي حوالي ألف عام وكل ذلك بسبب سوء فهم الكلمة أي وقت فيتعني أي لحظة ونكمل معنا من خلال باقي النص في الفقرة الواحدة والثلاثين وقد قال فيها السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول ثم يجعلوا متى الأمر أكثر وضوحا بالصحة العاشر فقرة الثلاثة والعشرين ومتى طردوكم يقصد أتباع المسيح في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى فإني الحق أقول لكم لا تكلمون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان وهكذا نجد أن أتباع المسيح هربوا وطردوا وانقضوا حتى الآن نحو ألف عام ولم تتحقق الأمال الزائفة في أي وقت وانتقلوا من مدينة لأخرى ثم لغيرها والآمل قائم أن عيسى سيكون هناك وراح الناس ينتقلون عبر كل المدن وماتوا وتحللت عظامهم في القبر ولم يأتي عيسى بعد لكن العواطف والأحاسيس ما زالت قائمة فالعمل قائم على بيع فكرة مجنونة من أجل ترويج بضاعاتهم وهذا ما يؤدي فيما بعد لما نراه من قوائم الانتحار في أمريكا نعم لقد قام أحد الكان المبجرين وهدع جيم جونز بارتكاب جريمة الانتحار دفع تسعمائة وأحد عشر من أتباعي بل مئة في المئة من أتباعي لارتكاب الانتحار عن طريق احتساء عصير الليمون نعم المشبع بالسيانايد القاتل لقد جعلهم جميعا أشربون منه هل تتخيلون هذا هل تتخيلون إلي حد يتم استعمال العطيفة أو الاسترسال بع العطيفة إنها قادرة على جعل المرء يفقد كل شيء في التظار ما يسمونه أي وقت وآي لحظة لكن مضى ألف عام والعودة الموعودة لم تحدث بعد أعتقد بعد كل هذا أصبح من العبث أن تعتقد أن المسيح عيسار أما عيسى كبشر كإنسان نحن نحب ونحتارمه لكن حينما نقول عنه راب فيجب أن يكون متصفا بصفات الرب أو الإله فما هو الرب وما هو الله إنه خالق السماوات والأرض فهل خلق شيئا؟ لا وبالطبع سوف تجيبون أنتم بالنفي أيضا إذن هل قال عيسى شيئا من هذا القبيل هل قال أنا خلقت السماوات والأرض؟ لا لم يقل هذا لذلك أقول لكم إذا كان عيسى ربا فما هي حرفاته؟ ماذا كانت حرفاته أو مهنته؟ أقصد حينما كان هذا الرب عيسى في عمر الثلاثين أو الثلاث والثلاثين ماذا كانت حرفاته؟ الإجابة نجدها في إنجيل ماركس إصحاح السادس فقرة الثالثة أليس هذا هو النجار ابن ماريام وفي إنجيل متل إصحاح الثلاث عشر الفقرة الخمسة والخمسين أليس هذا ابن النجار؟ وهكذا نجد أن عيسى نجار ثم هو أيضا ابن نجار وهذا يا إخوان لا يتناسب مع الله ثم عليكم صفة أخرى الرب المحارب الرب الذهب إلى الحرب يحدثون عن هيئة الذراع الصلبة للرب بين قوسين لقد ذهب إلى الهيكل أو المعبد وبدأ في ضرض الجند البندكتي ضربهم إيسى جميعا بالصوت كي يخرجهم جميعا من المعبد أو الهيكل حتى الخراف والثيران وألقى بالصيارفة ألقى بالصيارفة وقلب الموائد عليهم حتى الخراف والثيران ألقى بالصيارفة وقلب الموائد عليهم وحينما مشى إلى القدس حدث حواريه بقصة سوف تحدث أو ما ينتظر أن يفعلوا فقال لهم أذا قال قال حينما مشى إلى القدس حدث حواريه بقصة عما سيحدث لليهود وحينما يرفضون حكمي فهم أعدائي من يرفضون حكمي هم أعدائي لا يقبلوني حاكما فهم يرفضون أن أكون مالكا عليهم لذا فلوا أعناقهم وأذبحهم أمامي واقتلوهم انحروهم من أعناقهم انظروا نحن جميعنا نتحدث عن عيسى الإنسان الرقيق الودية ولكن إذا جاء هذا الكلام على لسان محمد بن سمقهم الدنيا كما فعلوا حول قضية إمكانية أن تضرب زوجتك ضربا غير مبارع فهل قال مثل ما قال عيسى حينما طلب من حوله وأن يضربوا عناق الناس الذين يرفضون حكمه تعالوا لنرى شيئا آخر هل أريكم شيئا آخر الرب عنصري هل يمكن الله أن يكون عنصريا إن القصة يدين العنصرين في جنوب إفريقيا ونظام التفريق العنصري في جنوب إفريقيا كلكم تعرفون هذا النظام وما فعل بنا طوال ثلاثمائة عام أولا المسيحيون الطيبون رواد الكنيسة بنت الضام أخبروني أن الله الخالق عنده أجناس لمعنى أنهم يؤمنون أن الأجناس تنحدروا من ولدينوح حام وسام ولدينوح حام وسام وهم الشعب أو الجنس الأبيض أولاد سام ونحن أبناء حام وأن نوحا قد لعن الأجناس السوداء القديمة على وجه الأرض سواء كانوا صينيين أو هنوذا أو إفريقيين حيث أن الوضع هكذا فهم لهم الحق أن يحملوا علينا وأستعبدون لمدة ثلاثمائة عام ومن قد فعلوا وبفضل أهل البلاد الإسكنزافية بفضلك يا سيدي بفضل تحدثكم نيابة عننا حدثت قدر من التغيير الآن نعم لكن لنرجع للعنصرية لنجد أنه لو افترضنا أن عيسى رب لكان هذا الرب ونضعوها بين علامتين يهودي قبلي سأقرأ عليكم ما يدل على ذلك من الرؤية الأصحاح الخامس الفقرة الخامس هو ذا قد غلب الأسد الذي من صبت يهوذ هو عيسى إذن أسد جاء من نسل يهوذ فهو يهودي قبلي في متى الأصحاح الخمسطاشة الفقرة الربا عشرون فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة أنا أقرأها الآن إذن فذلك الرب جاء فقط لليهود ومن أقرأوا في كتابكم الإنجيل إذن فأنتم يوليس كيندنافيون وكذلك السويديون هل أنتم خراف بيت إسرائيل الضالة أنا حقيقة لا أعلم وكذلك البريطانيون والفرنسيون والألمان هل أنتم خراف بيت إسرائيل الضالة هذا ما قال عيسى لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة إذن فقد أرسل اليهود ولقب هذا الرب هذا لو كان ربا فاته سمونه ملك اليهود بذكوروا في الإنجيل في ماتة الإصحاح الثاني للفقرة الثانية وكذلك يحن الإصحاح الأول فقرة تسعة الربعون والإصحاح الثاني عشر فقرة 13 حيث نجد في فقرة تسعة الربعين الإصحاح الأول الإنجيل يحن وفيها أنت ملك إسرائيل ثم في نص آخر من لوقى الإصحاح الأول فقرة 33 ويملك على بيت عقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية هذا إذن هو الوعد الذي ورد في لوقة أنه سيحكم بيت أخوب أي اليهود وأن ملكه لا يكون له نهاية لكننا نعرف أنه في وقت حكبي ماذا حدث انتهى عرش داود أصدر حكما عليه شيء مذهش كما ترون حيث أنه من المفترض أنه سيكون الحكم للآبد أنا لا أعرف إذا كانت لديك كلمة للآبد في السويدية أم لا لا أعرف في الإنجليزية تعلمنا أن كلمة للآبد معناها للآبد فهي لا تعني لمدة يوم أو دقيقة أو عام إذن البشار أن حكمه للآبد وهذا ما لم يحدث بعد حتى إلى اليوم أي بعد مضي نحو ألفين عام من الزمن وما زال أعداء قابعين هناك في القدس والآن تعالوا إلى صناع المعجزات الآخرين يقول عيسى كثيرون سيروناني في ذلك اليوم وكما ترون المسيحيين يفتخرون بأنهم خبراء في تخلص الناس من الشياطين وفي شفاء المرضى وغير ذلك مما يدعونه ودعونهم يفعلونه باسم عيسى ولك أن تسأل أي مبشر باسم من تفعل ما تقوم به فسيجيب باسم السيد أو الرب عيسى فتسأله ثانية وكيف فعلت ما تقوم به فيجيبك باسم السيد عيسى السيد المسيح ثم يردد آمن والآن نود أن نعرف ماذا قال عيسى عن هؤلاء هؤلاء الذين يقومون بكل هذه المعجزات باسم السيد المسيح يقول عيسى في متل الصح السابع الفقرات الثانية والعشرون والثالثة والعشرون كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة باسمك يا رب هؤلاء هم المبشرون الذين أفخرون أنهم يشفون الأعمى ويبرؤون الأبرس وحتى الموت أنفسهم فهم يباركونكم روحيا وقد فعلوا هذا باسم عيسى الرب فماذا قال ربهم عيسى الفقر الثالثة والعشرين فحينئذ أصرح لهم إني لم أكن أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعل الإثم اغربوا عني مدهش مثير لقد فعلتم كل هذه الأشياء وضحيتم بحياتكم وعائلاتكم وكل شيء في ترحالكم في ترحالكم إلى باكستان وإندونيسيا وإفريقيا في وسط الذباب ووسط الأمراض وقد فعلتم كل هذا وسيخبركم عيسى قائلني يا سادة ابتعدوا عني فأنا حتى لا أعرفكم ويا ليت الذبح يكون مصيركم ليت الذبح يكون مصيركم معجزات هذه المعجزات التي يفخر بها المسيحيون يأتي عيسى ويقول عفوا أنا آسف أنا آسف أرجوكم المعذرة في متى لصحة السبع فقر الخمسة عشر يفترض أن الروح القدس يوحي لمتى فيقول احترزوا من الأنبياء الكذبة الكذبة الذين يأتوكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة وهكذا نجده يحذر منهم ثم يقول ثانية في إنجيل ماركوز صحاح الثالث عشر فقر الثانية العشرين لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات وعجائب لكي يضلوا لو أمكن المختارين أيضا إذن فما تفعلون وتزعمون من معجزات ليس مكياسا على أنك أو أنكم رجال طيبون أو على أنك مؤمن حقيقي وهناك اختبار آخر وهو أن كل معجزاتكم ليست اختبارا ذلك لأننا أخبرنا أن الأنبياء الكذبة والمسحاء الكذبة بوسعهم أن يقوموا بهذا الشيء ويعدونه للدرجة والحد الذي يجعل حتى حوريا إيسا ينخدعون ويضللون أيها القس فيما تعلق بقضية الصم الذي قدم لك الليلة الماضية كما ترون قد كان للشاب سؤال عادل جدا عادل وكان لديه ما يبرل سؤاله العادل فالأمر متعلق بالعقيدة وإذا كان لديك عقيدة وإيمان فأنا أريد دليلا على ذلك ولو كان عيسى المسيح هو الذي قال ما جاء في إنجيل قديس ماركوس رسحة 16 الفقرات الأخيرة وبالذات الفقرة السابعة عشرة فلابد أنك قرأتها فمن المفروض أنك تفعل ذلك هذه الفقرة ليست موجودة في هذا الإنجيل سيدي القس إن الفقرات من التاسعة إلى العشرين غير موجودة هنا في هذا الإنجيل فيما يتعلق بسفر ماركوس غير موجودة في هذا الإنجيل الذي أشير به أيها الشاب هل تستطيع أن تقرأ بالإنجليزية؟ لا لا تستطيع أيها القس هل بودك أن تساعدني؟ انظر إلى هذا الإنجيل الذي أخرجه المسيحين واثنان وثلاثون عالما من أصحاب المكانة الرفيعة بالإضافة إلى خمسين طائفة مسيحية متعونا معا في هذا الإنجيل حذبوا الفقرات من التاسعة إلى العشرين والتي أشرت إليها بدعوة أنها ملفقة نعم لقد حذبوا الفقرات من تسعة إلى عشرين إنها ليست هنا يا سيدي لكن بالطبع كما أخبرتك ليلة الأمس نعم قد أعادوها في هذا الإنجيل قد يبدو كلاهما متشابهين لكن في أحدهم ينزعوا الآيات وفي الآخر وضعها هل تعلمون لماذا؟ لأن أفرادا وطائف أرهبوهم مثلما يحاول بعض الناس أن يرهبونا مثلا شخص اتصل التليفونيا بالقس وآخر أرسل لي برقية وقد يكون من بين المسلمين أو من المسيحيين فنحن لدينا أصدقاء غريب الأطوار في كلا الطائفتين في جنوب إفريقيا كان يصل لمكالمات تليفونية وكذلك خطابات من اليهود المسيحيين ومن الهندوق وأحيانا حتى من المسلمين وجميعها تهدد حياتي ولكن ماذا أفعل؟ هذه هي أخطار المهنة ويجب توقعها حتى في واحدة من أعظم الديمقراطيات وهي أمريكا نجد أن 75% من رؤساء الولايات المتحدة وأقول 75% منهم تم اغتيالهم أو تم إنقاذ حياتهم بفضل تيقظ هل هذا حقيقي أم كذب؟ 95% كما ترون إذن هذه الأخطار والمهنة تقع طوال مهناتي ويجب عليك أن تتوقع مثل هذه الأشياء وما يجب أن ترهبك لدرجة أن تقول أنني أنوي أن لا أشارك أو أحاور بعد ذلك ثانيا لا لا يا سيدي لن تفعل ذلك يا سيدي فيجب أن نشارك مرة والأخرى ولعلى اللقاء الآخر القادم بستوك هولم حيث يكون بالإمكان استيعاب أربع إلى خمسة ألاف بالحضور نناقش الصلب المسيح أو أي شيء آخر دعنا نشترك في الظهور على المنصة ومشاركة إخواننا فيما لدينا من معرفة تعالوا إذن للفقرة 17 نقرأ ماذا تقول وهذه الآيات تتابع المؤمنين يخرجون الشاطين باسمه أنتم تؤمنون به ورغم هذا يقول القسل قد سكن الشيطان سكنك ثم يقول إنك أنت الشيطان مخطبا الشاب الوديع بذلك وكما تعلمون القدر تعدى وأرهب الشاب لمجرد أن نطق بالسؤال لكنني أقولها نيابة عن الشاب وبكل ما لدي من قوة أنت الشيطان وليس هذا الشاب المرتعد والمتلعث ملسانه فحاس نص الإنجيل الذي قرأته الآن المفروض أن الرب قد منح القوة ومن ثم فبإمكانك أن تخرج الشيطان من ذلك الشاب لا أن تميته رابا فالمفروض أن تكون أولى مهامك أن تخرج الشيطان والمفروض أن يتحدث بعد ذلك بلسان آخر لقد رأيتك تحاول أن تعبر عن نفسك بشكل جميل باللغة الأردية فهل لا استطعت أن تحدثنا باللغة الزول يا سيدي؟ وبمناسبة الألسنة كن يسبيك زولو؟ هل يمكن أن تحدث الزول؟ بمناسبة الألسنة والتي تعني اختلف اللغات أقول القصة عن كل لغة يستطيع أن يتحدث بها بإمكاني أن أتحدث لي ثلاثة لغات أجنبية مقابل ذلك مقابل كل لغة واحدة ينطق بها وهذا يا سيدي لن يكون بمساعدة الروح القدس لن يتدخل الروح القدس فقد سأعطيك أيها من خلال ما وهبنا الله من عقل نسجل كالكمبيوتر ونستمر في قراءة باقي النص الوارد في إنجيل ماركوس نستكمل فقرات السابع عشر والثمين عشر وأتكلمون بألسنة انفيدة يحملون حياة وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم إذن ومصداقة للنص الإنجيلي لو كان عندك عقيدة وإيمان لما خفت ومن ثم فقد كان الشاب يختبر إيمانك فما كان منك إلا أن فقدت عصابك ومن ثم فقدت إيمانك أيضا مع عصابك كلاهما ذهبوا وتبخروا معا وبهذه الكلمات وعبروا عن خالص امتنان العظيم ليتحت هذه الفرصة لي وأشكر القسل لتوفير وتيات هذه الفرصة اللي أتحت لي القدوم إلى بيت بيوت الله وأتحت لي مشارتكم فكريا جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بالنسبة للشاب الذي حضر ومعه السم ليلة أمس فقد أخرجنا منه الروح الشذيرة من خلال الصلاة حيث عانقته زوجتي وأخبرته أن الله يحبه وقد صلت من أجله حتى هدى ولا أعتقد بل أجزم أن هذا الشاب لن يحاول قتل الليلة وهذا هو الدليل على أن الشيطان قد أخرج منه أما عن الكتاب فالكتاب صادر عن مركز الدعوة الإسلامية في ديربن حيث يشغل بذات منصب الرئيس للمركز وحقيقة اسمك ليس مكتوبا على الكتاب ولكن الشيء المثير أن الجزء الأساسي من محاضرتك الليلة هو ما كتب في هذا الكتاب أود أن أقدم لك النصوص التي يشرح فيها عيسى ألوهيته إنه يقول في إنجيل متى الإصحاح الثامن عشر الفقرة التسعشر والعشرون الآتي لأنه حينما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم أكون في وسطهم إذن فهو يمنح نفسه صفة الألوهية كونه موجودا كرب حيثما يصل الناس ثم يقول عيسى وقد أعطيت لي كل القوى في السماء والأرض فهل تحتاج إلى شيء واضح أكثر من ذلك؟ وفي إنجيل يوحنى نقرأ الآتي وقد أحيى الأب الميت وقد قرأت ذلك من قبل أحيى الآب الميت ثم وعطى الآب للإبن كل الحكم هكذا يخبرنا عيسى أنه راب لأنه سوف يحكم العالم الآب أعطى الحكم كله للإبن كما قلت لكم عيسى يخبرنا إنه راب لأنه سوف يحكم العالم في سفر الرسالة لأهل فيليبيان لصحاح الثاني الفقرة العاشرة لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ومن ثم فعيسى مقدر أن يعبد أو لا بد أن يعبد في كتاب الرؤية يقول عيسى عن نفسه لا تخشوني فأنا الأول والأخير وقبل ذلك قال أنا البداية والنهاية أي أنه الأول والأخير أيضا وقوله أنا وهو الكائن وقد كنت ميتا وأنا حي للأبد آمين وبيدي مفاتيح النار والموت إذن فعيسى يعلن أن له قوة ألوهية لكن في عصر ظهور عيسى كان هناك أكثر من فرد يدعون أنفسهم بالمسيح ومن ثم فقد استخدم طريقة مختلفة ليظهر نفسه فكان يأتي بالأفعال التي يفعلها الله ويترك للناس أن يشهدوا من هو لكنه أيضا وفي نفس الوقت صرح بها نعم صرح بها صريحة والآن يا سيد دي دات أراك دائما تتحدث بلسانين يؤسفني أن أقول ذلك لأنك بدأت حديثك بقولك إنك لا تتحدى وأنك فقط تناشف لكنك اليوم أعلنت أنك تنظر لهذه المناقشات كحلبة ملاكمة ثم تقول إنك تؤمن بعيسى بأنه المسيح وبعد ذلك تنظي نحو الساعة تنكر هذا العيسى وتسخر منه إنك تراور وتجدف وتقدح في مسيحنا عيسى وتكفر به وذلك لأن هناك شيئا واحدا لست قادرا على فهمه لقد أثرت نحو ثلاثين سؤالا مختلفا وهذا أيضا السبل للمسلمين وتكنيك للمحاورة ذلك لأنك أتيت هنا تتحدى عقيدتي وإيماني إيماني المسيحي وقد أبلغني المسلمون بأن لا أتحدث بأي شيء ضد القرآن ثم طلبتم مني أن أتحدث إليكم وأعطيتموني عشر دقائق للإجابة على ثلاثين سؤالا هذا ليس عدلا أود فقط أن أخبركم أن كل ما لم تستطيعوا أن تفهموه هو ماذا قال الإنجيل حب الله العظيم فقد قال الإنجيل الآتي إن عيسى مساوي للرب وعلى هيئة الرب وقد نأى بنفسه عن الشهرة وأخذ على عاتقه شكل الحية وقد صور على هيئة إنسان لماذا تسخر وتهزأ وتقدح في هذا وتذكر عيسى حينما حضر وبكى مع الناس في أسى ثم لماذا تذكر قصصا مستهزئة بعيسى وهو جائع حينما ذهب أتعرف على الجائعين إنني أقول إن المسلمين لم يفعلوا أي شيء أبدا كي يساعدوا لاجئيهم بل كان على المسيحيين أن يقوموا بذلك إن عيسى كان راغبا في أن يصبح شخصا عادي وقد دعا أباه خلال ذلك الوقت وقد شعر بالألم وأحس بالنعاس أو النوم وهذا فعلا حقيقي وأما حينما تحدث إلى شجرة التين فأنا أقول لك إنك لم تقرأ الإنجيل وهذا ما أقوله دائما لأنك لو عرفت الإنجيل لعلمت أن عيسى حينما تحدث إلى شجرة التين كان يعلم أنه في العهد القديم كان يرمز لإسرائيل بشجرة التين كان يرمز له بذلك وقد تنبأ عيسى بنبؤتي ضد إسرائيل في ذلك الحين إن لدي تفسيرا لكل هجوم شننته على المسيحية وحينما تقول إن عيسى عنصري شعرت بالضيق لأن عيسى عيسى نعم لأن عيسى قال إنه مبعوث للعالم أجمع ويرغب في جعل كل الناس على اختلافهم حوارية وقد أوضح كيف يبدأون في القدس ثم ما حولها إلى يهودا وساماريا ثم بعد ذلك إلى العالم أجمع كانت هذه هي استراتيجية عيسى وكان هذا حول الفقرات التي اختطفتها أما إذا ذهبنا بعيدا كما فعلنا فاستمع إلى الآتي لقد أعطينا إريتريا حينما كانت تعاني هي وإثيوبيا من المجاعة أقول أعطيناهم مليون كيلا من الدقيق من كنيساتي من الطحين وقمنا بإرسالها لهم بحرا استمع هل تسخر مني؟ هل تهزأ مني؟ هل تكفرني إذا كان علينا أن أقول إنه بسبب ضيق إمكانياتنا كان علينا أن نحمل عليهم خمسة وعشرين كيلا فقط في البداية وبعد ذلك أخذنا خمسة وعشرين كيلا أخرى تبعتها مئة كيلا أخرى تبعتها ألف كيل وإذا كنت قل إنه في الساعات الأولى أخذنا خمسمائة كيل فقط فقد أعقبناها بخمسمائة أخرى وهكذا وهكذا أما فيما تعلق بقول إيسى إنه قد جاء فقط لليهود وأنه لابد أن يبدأ من القدس ويهود والسامرة فقد أعلن بعد ذلك ما تصمت أو تلزم الصمت عنه دائما وما جاء في نصوص الإنجيل هذا هو أسلوبك في كل أنحاء العالم إن عيسى يقول إن حبي للعالم أجمعين وها هو الوقت قد انتهى وقد تحقق أسلوبك بالضبط القائم على طرح كثير من الأسئلة ما عدم وجود الوقت الكافي لإجابة عليها شكرا نشكر القسستان لشوبرج والسيد أحمد دادات على حديثهما وننتقل الآن أيها السادة والسيدات إلى الجزء الخاص بطرح الأسئلة علما بأننا لم نقبركم حتى الآن عن كيفية سير هذه العملية فليس لدينا شيئا محددا حتى الآن على أن المطلوب هو إنهاء هذه الجلسة عند الساعة العاشرة تماما ومن ثم فنحن لدينا متسع من الوقت يبلغ نحو ساعة من الزمان تقريبا وسيخبركم سبيل المشارك بقواعد طرح الأسئلة لذا نرجو منكم التفضل بالسمع جيدا لهذه القواعد وشكرا اشتركوا في القواعد هناك ميكروفون في الأمام هنا فلو سمحت من فضلكم أن تصفوا صفا أمامه ويمكن للصف أن يمتد حول القاعة وبشكل مرتب شكرا والآن ومن أجل إدارة الأسئلة بشكل فعال وعادل أتمنى منكم أيها الإخوة والأخوات أيها الإخوة والأخوات انتبهوا فهناك قواعد يجب اتباعها أولها أن يكون من فضلكم السؤال متعلقا بالموضوع المطروح للحوار وهي هل عيسى رب؟ وتذكروا من فضلكم أن الوقت مخصص لطرح الأسئلة وليس لإلقاء المحاضرات أما إذا أراد أحدكم أن يلقي بمحاضرة بإمكانه ترتيب هذا الأمر مع القسي السالي وقد يرتب الأمر لكم وفي كل الحالات سنحضر الإستماع إليكم ثم من القواعد التي يجب اتباعها أن يتم طرح سؤال واحد في المرة من فضلكم وإذا أردتم طرح مزيد من الأسئلة فمن فضلكم ابدأوا من نهاية الصف وانتظروا حتى يحين دوركم ثانية برجاء أيضا أن تطرحوا سؤالكم بطريقة مختصرة وموجزه بشكل مباشر وأخيرا أيها الإخوة والأخوات وحيث أن لدينا متحدثين هنا وينبغي أن نعدل بينهما لذا فالأسئلة ستكون بالتناوب بينهما ومن ثم سيكون السؤال الأول للقس ستالي ويليه السؤال الثاني لسيد أحمد ديدات وهكذا حتى ينفد الوقت المحدد وشكرا أود أن أخبركم أن السؤال الأخير سيطرح أو سيتم السماح به عند الساعة العاشرة إلى عشر دقائق ومن ثم فلنبدأ بالسؤال الأول الموجه للسيد ستالي شوبرج أنا سيدة سويدية مسلمة وقد تحولت إلى دين الإسلام بسبب حيرة مما وجدته في الكنيسة فقد كنت دوما أتعجب إذا كنت سأصلي لله فلماذا أصلي لعيسى ولماذا عيسى قبل الله إنني لا أفهم ذلك إن هذا الأمر مردق ومحير للغاية وقد قلت هذا الكلام لمن حولي حينما دخلت الإسلام حيث وجدت فكرة واضحة أمامي إله واحد ورب واحد وأنا أؤمن بأن هذا هو طريقه إنني أؤمن بإيسى أيضا لكن أود أن أقول بأنه أيضا من لحم ودم مثلي ومثلك وجميع البشر وآمل أن تكون فهمت سؤالي لقد فهمت سؤالك تماما الإنجيل يخبرنا بأنه يجب علينا أن نصلي لله وليس هناك تصادم أو تعارض في فكرة الثالوث حيث الرأس هو الله يليه الآب والابن والروح القدس جميعهم واحد مثلما الله واحد فإذا صليت للأب الراب أو تحدثت إلى عيسى أو سألت هداية من الروح القدس فأنت تتحدث وتكلمي إلى نفس الرب لكن عيسى أتى إلى هذا العالم من أجل أن يصلح الإنسانية مع الله وعليه عليه فقد تعلمنا أن نصلي للرب باسم يسوع لأنه حينما بعث عيسى من موته فقد بعث بجسد سماوي وقد قلت أنت هنا من قبل إن عيسى لا يمكن أن يكون إلها لأنه يأكل لكن عيسى كالملائكة وكالرب الذي اتهم القرابين أو الأضحية كما ورد في العهد القديم كذلك فإن عيسى بجثمانه السماوي أصبح ألوهيا بالرغم من ظهوره أمام الحواريين ومن ثم فأنت تصلين لله باسم عيسى وهذه الطريقة كي تقترب أو تتقربي إلى الله شكرا لسيد سيدي شوبرج والسؤال الثاني لسيد أحمد ديدات السلام عليكم سؤالي موجه للسيد أحمد ديدات وبادي أذيبت أود أن أشكره على كل ما قدم لي من مساعدة شخصيا ولأناس آخرين مثلي اعتنق الإسلام وكنا جميعا هنا في الكنيسة أعوام أربع وثمانين وخمس وثمانين والآن إلى السؤال وسؤالي هو أود من السيد ديدات أن يشرح أو يفسر لنا ولو قليلا العقيدة الكنسية المشيخية وأن يعطينا إذا أمكن فكرة موجزة عن تاريخ تطور هذا المذهب المسمى بالثالث فنحن نعلم أنه نتاج فترة طويلة من الحروب العقائدية حول ألوهية عيسى المسيح وأن تلك الطبيعة المقدسة له قد استقرت وقد وقع أو حدث هذا النقاش في الإسكندرية ما بين أعوام ثلاثمائة وستة عشر وثلاثمائة وثلاثمائة وعشرين ميلادية في مصر وكان هذا بين أثناثيوس الإفريقي وإيرييس وكان أثناثيوس يشير لعيسى المسيح على أنه ابن الله وأنه لا بد أن يكون أصغر من الله وحيث أن الله خالد وأزلي إذن فليس بإمكانه أن يكون ربا عموما أود من السيد ديدات بأي شكل أن يشرح لنا ولو قليلا هذا الأمر وشكرا قبل أن أقدم أي تفسير لفكرة الثالوث أشكر الله سبحانه وتعالى وأقول الحمد لله الذي أنقذ عنقي فقد كان لدى القص عشر دقائق والإنجيل بين يديه ولم يستطع أن يأتيني بما طلبت منه مرارا لقد طلبت ذكر جملة وحدة من الإنجيل يقول فيها عيسى أنا رب أو يقول فيها أعبدوني وقد فشل القص في ذكر ما طلبت وأنا أعلم ذلك ومن ثم فقد منحني الله فرصة أخرى وإلا لما كانت هناك فرصة بعد ذلك أما فيما يتعلق بفكرة الثالوث فلك أن تسأل الذين يؤمنون بالتثليف إنهم يعتقدون أو يؤمنون بأن الآب إله وأن الابن إله وأن الروح القدس إله لكنهم ليسوا ثلاثة آلهة ولكن إله واحد وأستمرون في صنعتهم فيقولون أن الآب عظيم والأبن عظيم والروح القدس عظيم وأنهم ليسوا ثلاثة عظماء وأنهم عظيم واحد هذا هو نهجوهم وأستمرون فيقولون أن الآب شخص والابن شخص وروح القدس شخص لكنهم ليسوا ثلاثة أشخاص لكن شخص واحد ودعوني أسأل المتحدثين بلغة إنجليزية لأنني لا أستطيع أن أتحدث باللغة السويدية أقول المتحدثين بلغة إنجليزية هل هذا الكلام له معنى عندكم في لغتكم أم أنكم تنتقون بكلمات ليس لها معنى أنكم تقولون شخص وشخص وشخص ولكن هؤلاء ليسوا ثلاثة أشخاص لكنهم شخص واحد وأنا أسأل أي لغة تتحدثون لأنني أعرف الإنجليزية فقد علمني إياها البريطانيون إذن في أي لغة تتحدثون إن هذا ليس في لغة الإنجليزية وإنما لغة اخترنعونها دعوني يسميها جيبريتش وهي حتى ليست لغة إغريقية شخص وشخص وشخص وجميعهم ليسوا ثلاثة أشخاص لكن شخص واحد إذنني أقول لو أن أي فرد منكم ونتخلنا منكم من له أخان أي أنهم ثلاثة توائم ولنفترض أننا نستطيع أن نفرق بينهم أو بين ثلاثاتكم وهب أن أحدكم ارتكبت جريمة قاتلها نستطيع أن نشنق الآخر لما لا فأنتم متشابهون حينئذن ستقولون لا فكما ترى أنا شخص مختلف فأسألك وماذا يجعلك شخصا مختلفا والإجابة شخصيتك والآن في ذهنك هناك تصور أن الآب مختلف والابن مختلف والروح القدسة مختلف وحينما تقول باسم الآب يترى لك تصور ذهني معين لكل أباء الميلاد لأنه كبير عن أي شيء تستطيع تخيل حجم ملايين ملايين الأطنان وأكبر من الإنسان ولكنه شبيه بالإنسان فإذا أنه يتخذ السماوات سقفا لا عند رأسه والأرض بابا لا عند قدميه هذا هو الآب الحي في السماء وحينما تقول الله الإبن فماذا تفكر في هيئة في ذلك أنك تتصوره شابا وسيما كالذي ترونه في مالك الملوك الذي يقوم بأدائه ممثل جيفري هانتر ذو شعر أشقر وعينين زرقوين وملامح اسكندنافية وليست ملامح يهودية نعم إنه لا يبدو شبه اليهود وهناك صورة للمسيح هناك صورة للمسيح عيسى معلقة في الخلف هنا في هذا المكان حيث أخذوني لأستريح قبل أن أمثل أمامكم وقد رأيتها على الحائط وهي صورة لشاب وسيم يشبه شخصا نوريوجيا أو سويديا باعينين زرقوين إلى آخر وهناك هالة على رأسه ولو سمحوا لكم اذهبوا ألقوا بنظرة على هذه الصورة ستجدون هالة على رأسي وأنا أسأل من أين جئتم بهذه الهالة أظلكم تعرفون الضوء النيون هذه الهالة تشبهه وهو ضوء معلق في الهواء فمن أين أتيتم بهذه الهالة؟ هل قال الإنجيل أن هناك هالة حول رأسه؟ هل رأى اليهود مثل هذا الأمر؟ بالطبع لا لكن كما ترون فنحن الآن مبرمجون على التفكير والاعتقاد في أي شيء فكل شيء يقوله الإنسان هزلا نقبل به وأعود وأقول إذن فقد حذف هذا الثالث من الفقرة العشرين من رسالتي يوحن الأولى الإصحاح الخامس الفقرة السابعة حيث جاء فيها فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد هذه الفقرة أيها الأخوة قد تم حذفها من هذا الإنجيل مسمى بالنسخة المنقحة المعتمدة تم الحذف بدعوة أنها ملفقة أو مختلقة مفبركة ومن ثم فهذه الفقرة ليست موجودة هنا لقد نزعت أو رفعت لماذا؟ سبب أن هذه الفقرة ما هي لملحوظة سجل أحدهم في القرن السادس من أجل الإضاحة فجاء الناشيرون وأخذ هذه المنقوذة المدونة في أميش النص وأضعوها في النص الأساسي وأكذا زحفت إلى النص الأساسي الأصلي والآن اكتشف علماءكم أن هذا تلفيق واختلاق أي فبركة وأنها ليست من أعمال يوحن وليس فقط حذفوها وألقوا بها على أنها اختلاق أو كاذب وافتراء إذن فعيسى المسيح لم يعلم أحدا مطلقا الثالوث أو التثليث حينما كان يسأل ففي إنجيل القديس ماركوس وهو رجل مثقف من اليهود فدأت المسيح وسأله يا سيدي ما هو الأمر الذي يعتبر أول الجميع وقد أجابه عيسى وقال له الرب الواحد وعيسى حينما قال ذلك كان يكرر ما أقرى له موسى بالحرف الواحد منذ 1300 عام المضت قبله وبدون تغيير ولا نقطة واحدة ولا نقطة واحدة ولو كان التثليث هو ما يعلم عيسى لكانت هذه في السماء هم ثلاثة كانت لحظة مناسبة لتعليم هذا الشخص ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد إن عيسى لم يقل سائلي هذا الكلام مطلقا بل ذكره بمقال موسى قبله ب1300 سنة ومن ثم فليس هناك هذا الشيء المسمى بالتثليث والمذكور الحديث عنه في إنجيل عيسى المسيح السؤال التالي لسيد ستالي شوبرج أولا أود أن عبر عن احترامي وعن تقديري لمسأة أنك تواجه القتل أو التهديد وأنني أصدق فيما تقول في هذا الشأن لأن هناك كثير من من يطلق عليهم مسلمين من أولئك الذين يفقدون أعصابهم بسرع وانا أسف لهم وما الشيء الثاني فأود الحديث عنه لأنك أشرت إليه بالأمس وقررت الإشارة إليه اليوم ثانية وهو قولك ومعك كل الحق بأنك ساعدت كثيرا من المسلمين وأنكم أرسلتم طعاما لأريتيريا والأيتام في أسيوبيا ولكن المشكلة التي لم تشغل بالك هي أنه ليس من بين هذه البلاد حتى لو أطلقوا على أنفسهم لفظ مسلمين أقول ليس من بينهم من لديه حكومة إسلامية إنما حكومتهم نسخة منك أرجو الهدوء من فضلكم والآن أصل إلى سؤالي وهو سهل للغاية وسؤالي يقول أن الأنجيل تحدثنا بأكاذيب وتخبرنا بأن عيسى ذلك الرجل العظيم يكذب ففي إنجيل يوحنى الإسعاح السابع الفقرة من 8 إلى 10 تحدث بالضبط عن طلب عيسى لهم أن يذهبوا للعيد مع أخيه ودعونا نقرأ ما جاء فيهما اسعدوا أنتم إلى هذا العيد أنا لست أسعد بعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يكمل بعد ثم نقرأ في الفقرة العاشرة الآتي ولما كان أخوته قد صعدوا حينئذ صعده أيضا إلى العيد لا ظهرا بل في الخفاء ومن هذا يتضح أن الإنجيل يعلن ويقول صراحة أن عيسى قد كذب لأنه أخبر أخاه أن يخبرهم أنه لن يأتي بعد إلى العيد وبعد ذلك ذهب في الخفاء والشيء الثاني موجود في العهد القديم حيث نجد لوط في سفر التكوين الإصحاح التاسع عشر الفقرة خمسة تلاتين ستة وتلاتين حيث يقول النص أن بنات لوط قد استقر رأيهن على أن يمارسنا البنس معه كي يمجبن منه أما زلت تصر على ما تقول من المسيحية بوسعي أن أجيب فيما يتعلق بالحكومات الإسلامية لم أكن أعرف أنك لا تعتقد أن إيران لديها حكومة مكونة من المسلمين ولم أكن أعرف أن فاكستان دولة غير إسلامية لم أكن أعرف ذلك لكنني سمعت أن إيران وباكستان حقيقة يشكلهم المسلمون ونفس الشيء مع العراق حتى ولو كنتم لا تحبون صدام حسين وأعتقد أن الأكراد من المسلمين وقد ساعدنا الأكراد ونحن نتعامل مع المسلمين سواء كانوا في الحكومة مع شخص ما أو في ظل القوانين الإسلامية الحقيقية أما فيما يتعلق بالسايد دي دات فلا أستطيع أن أمنع نفسي من الغضب لأنني جربت سلوكا غير أمين وتملأني النقمة لأن السيد دي دات تصرف كضابط نازي يستجوب نعم نعم يستجوب سجينا مسكين لا حول له ولا قوة لأنكم تطلبون من المسيح تطلب من عيسى أن يقدم نفسه حسب ما تريده أنت أن يشكل كلماته وأنا أقول لك يا سيدي دات إن عيسى أعظم منك وحينما يعلن أنه رب ويعلن الإنجيل أن الجميع عند أو تحت قدميه يصبح مفهوما حتى لدى طفل صغير معنى ذلك وإذا أخبرني عيسى بهذا أن كل القوة والسلطة وأطيئت له يصبح مفهوما حتى لدى الطفل أيضا أنه يجب عليك أن تصلي له وبعد ذلك فيما يتعلق بقولك إنك تؤمن بعيسى وطوال الوقت تحاول أن تسلب عيسى صفاته وتحيي لنا شخصا آخر أسميته أنت المسيح عيسى ترفعه شخصا آخر الآن نحن العالمين بالإنجيل يجب علينا أن نحذر في هذه الأيام لأنك قلت الآن إننا ننتظر قدوم عيسى ثانية أو عودته منذ ألف عام وأنا أقول لك إن عيسى الذي تتحدث عنه والذي تريد أن تحييه ليس بمسيحنا ليس بمسيحنا عيسى فالإنجيل يتحدث عن شخص يأتي آخر الزمان ويعلن نفسه أنه المسيح عيسى لكنه لكنه المسيح الدجال وسيصحبه إلى جواره النبي الزائف والآن لماذا تقول إن عيسى يكذب حينما كتب في إنجيل يوحن الإصحاح السابع ما تلوته وقاله عيسى نفسه وهو اصعدوا أنتم إلى هذا العيد أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يكمل بعد والآن استمع إليه إن عيسى قال اذهبوا لأنني لست مستعدا بعد فسأمكث في البيت وأصلي وأهيئ نفسي لأنني حينما أصل القدس أصل بعدكم بأيام قليلة فتذهبوا أنتم وسآتي أنا بعد أيام قليلة وحينما آتي أبارك القوم كما يبارك الله البشر ولذا لا تقول إن رب عيسى يحدثنا بالأكاذيب فهو لا يفعل ذلك السؤال التالي سيكون للسيد ديدات وأود أن أطلب منكم الإجاز والاختصار ومن المتحدث أن يحترم الوقت المحدد لكل سؤال ويحاول الإجاز قدر المستطاع شكرا حدثنا كتاب العهد القديم أن العين بالعين والسن بالسن إلى آخره ثم تطورنا خطوة مع قدوم عيسى الذي علمنا كل هذه الأشياء إذا لم تكن تعرف وأنا متأكد تماما أنك تعلم وقد قلت أنك تؤمن بالله وأن الله له طبيعته فهو يعرف الماضي والمستقبل والحاضر وقد أتى عيسى وأنا متأكد أنك تعلم وتجد هذا في هذه الكتب وربما في القرآن أيضا وقد أخبرنا عيسى إذا لطمك أحد على خدك لأيمن فاعطه خدك الأيسر قد علمنا العطف والرحمة والسلام والحب والإحسان علمنا إنه إذا طلب منك أحد أن تذهب معه ميلا فاذهب معه وإذا سألك فاعطه وحينما طلب أحدهم منه أن يذهب ويبشر قال له اذهب وبشر بكلمة في سلام وفي غير عنف فإذا قبلوا بدعوتك فقد فلح وإن أعرضوا عنك فاتركهم واذهب لماذا إذا بعد مرور ستمائة عام من هذا يأتي ربك الذي تؤمن أنت به وأنا أؤمن أيضا ويغير رأيه ثانية فيقول من يضربك فاضرب اذهبوا ادعوا باسمي وإن لم يقبلوا بإله وبكلمتي فاقتلوهم وإذا لم تجبك زوجتك لما تريد فاقتلها وهكذا اقتل عاقب اقتل عاقب اكره امقت إن الله رفعني فكيف يدنيني ويحط بي ثانية حسنا لقد حامي وطيس الحوار يقول الأخ إن عيسى يقول أدر خدك وامنح معطافك وإلى آخره ولكن الآن أنت تقول إن الله لا يغير رأيه لكنه قد منحك في البداية قانونا مؤداء العين بالعين والسن بالسن وأنا أرد عليك أنا أرد عليك السؤال من سؤالك ألم يغير الله رأيه ففي البداية أخبركم بأن العين بالعين والسن بالسن ثم بعد ذلك قاوم روحكم الشريرة فجاء ما تقوله من أنه إذا ضربك شخص ما على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر إذن فوفقا لما جاء في إنجيلكم نجد أن الله قد غير رأيه ومثال آخر مع الزوجة نجد أن الله يحلل طلاقها ثم يأتي إيسى فيحرم ذلك ما لم ترتكب جريمة الزنة فلماذا إذن يغير رأيه إذن فهو يغير رأيه بشكل مستمر وأنت قلت إن الله لا يغير رأيه ومن ثم فعليك أنت أو القص أن تعلل أو تعلل هذا هذا الأمر ليس لي ولكن حينما تتكلم عن مزاعبك ضد القرآن وأنه قد قال إذا لم يقبل أي أحد من كلمة الإسلام فاطلقوا النار على رأسي واقتلوه وهو القرآن وسأمنحك الفرصة حتى الساعة العاشرة حتى الساعة العاشرة لتأتي لي بتلك الآية وتبينها لي وسأمر القرآن لك لتفعل ذلك شكرا يا سيد ديادات سؤالي حول قولك إن عيسى المسيح مات من أجل خطايانا التي وقعت منذ نحو ألفين عام مضت والبشرية موجودة منذ آلاف السنين والخطايا لا تتناقص بل أنها تتذايد فلماذا انظر لأمريكا الشمالية وانظر إلى أمريكا الجنوبية وانظر لأسيا وانظر لأفريقيا انظر للخطايا وانتشارها وكذا الخمور والمخدرات وحوادث الاقتصاب وتذايد الحشرات والآفات فهل سيأتينا عيسى آخر ويموت من أجل خطايانا وشكرا ها هي إجابتي حينما يفسر لنا الإنجيل المعركة بين الله والشيطان وبين الخير والشر ويشرح لنا الإنجيل أن الله لديه خطة للخلاص والتطهير لكن هذا الصراع صعب حتى على الله لأن البشرية قد أدارت ظهرها لله زمنا بعد زمن وعهدا بعد عهد والآن ماذا فعل عيسى حينما مات على الصليب لقد منحنا جميعا على مدى كل الأجيال إمكانية أن نتلقى العفو ما دمنا نتوب لكن النصر الحقيقي على الشر وعلى الشيطان لم يأتي بعد ويخبرنا الإنجيل وأنا لا أعرف ولا أدرك لماذا استغرق الأمر وقتا طويلا لكن الإنجيل يقول إن الشر قوة ذات كيان هائل إن هذه القوى الشريرة أقوى أو تكتسب قوتها بسبب أن البعض قد أدار ظهره لله إننا لسنا بحاجة إلى عيسى آخر ليحمل عنا خطيئتنا ووزرنا إن اللحظة التي نتوب فيها يتوفر العفو المغفرة مباشرة في نفس اللحظة والإنجيل يقول إنه في ذلك الوقت سيأتي عيسى ممجدا مع وعد ألا يموت ثانية وأن يظهر قوته وساعتها سيسود السلام وسيصفد الشيطان ويغل وستذهب الأرواح من على وجه الأرض وسيسود الرب هذه هي الإجابة من الإنجيل وأتمنى أن نستطيع جميعا أن نسير في هذا الدرب نتمنى ذلك أتمنى ذلك شكرا والسؤال التالي لسيد ديدات بداية بداية يجب اتفق مع القصة ستالي شوبر إنما سمعناه الليلة الماضية قد أخرنا كمسيحيين وغضغال السيد أحمد ديدات ليلة أمس إن كتابي المقدس هو أخطر كتاب ظهر وكتب في العالم لماذا نتحدث عن أي جحيم نتكلم إنني آسف لاستخدام مثل هذه الكلمات في الكنيسة إنني متزوجة من دكتور مصري مسلم ولدي طفلين مسلمين وكذا والد ووالدة زوجي من أروع ما رأيت من المسلمين لكنهم مختلفين عنك تماما لغزار مكة ويتبعون القرآن في كل أمورهم لكنني احترمهم لأنهم يعترمون عقيدتي أي ديانتي وسؤالي هو أي حرفة كان يشتغل بها النبي محمد وكم كان عمره عندما شكرا سيدتي شكرا ونرجو الهدوء والسؤال الآن لسيد ديادات من فضلكم احترموا المعاد المحدد حتى يتسنى لنا تلقي أكبر عدد ممكن من الأسئلة وكذا من الأجوبة لذا رجع الالتزام على الهدوء والصمت أختي العزيزة أختي العزيزة أختي العزيزة لم أستطع أن أتقت كل شيء قلتيه لكنك ذكرت بعض المزاعم على أنني قد قلتها ومنها أن الإنجيل هو أخطر كتاب على وجه الأرض ثم تأليفه أو كتابته والحقيقة إنك لا تتذكرين بالضبط ما قلته لكنني سأخبرك بما قلته أنا وبإمكانك أن تؤمن عليه أو تمكريه لقد قلت على لسان جورج بيرنرد شو نعم قلت إن جورج بيرنرد شو يقول إن هذا هو أخطر كتاب على وجه الأرض ولذا احفظوه في خزاناتكم لقد قلت إن جورج بيرنرد شو هو الذي قال ذلك وهناك تسجيلات بالفيديو لهذا الكلام وتستطيعين أن تتوثق منها وأمل وأدعو الله أن آتي ثانية إلى البلاد الإسكندنافية وإلى ستوكهول لعلك تكون وجدت ما قلت وعلمت أن هذه كلمات جورج بيرنرد شو وكذلك ما جاء في الحقيقة الواضحة التي ذكرت أيضا بالآمس ولكن تعريفي نأي مراقب المتدس سيشير عليه بالمنع للتدنيه والآن وبدفع الاحترام لإخوتي وأخواتي وبناتي وأطفالي أحجم بل أخجل من أن أقرأ عليكم مقتطفاتي من الإنجيل لقد طلبت من القصة جيمي سواغر نعم لقد تحديته أن أعطيه مئة دولار إذا قرأ لي جزءا من الإنجيل بعينه وقد فتحت سفر حزقيال من الإنجيل على الإصحاح الثالث والعشرين وأعطيت إياي كي يقرأه وبالمناسبة فهذا الشريط متاح هنا في شكل شريط فيديو بعنوان مناظرتي مع سواجل ولو لاحظتم ما تم في الشريط لوجدتم أنه أخذ من الإنجيل وألقى بنظرة سريعة على سفر حزقيال الإصحاح الثالث والعشرين ثم وضع هذا الإنجيل جانبا أو أسفل المنصة وأخذ الإنجيل الخاص بي وبدأ يقرأ ويومها فقدت مئة دولار أمريكي فهل تعلمون لماذا؟ هل تعلمون؟ لقد فقدت المئة دولار لصالح جيمي سواجرد لقراءة النص لكن كما ترون لقد عمل خدعة لعبها على الجمهور أو الحضور ولم أشاء أن أحرجه فقلت لقد فعلت وبوجه تعلو الابتسام أخرجت الورقة النقدية وأعطيت إياه نعم هذا حدث مع جيمي سواجرد وهو مسجل على شريط فيديو فماذا فعل إذن بالطبع؟ لو رأيتم ما أعطيته له لعلمتم أنه النص ولكن بلغة الإنجليزية حديثة ومبسطة حيث نسمي فيها الأشياء بمسمياتها الحقيقية والمباشرة لكنه ألقى بنظرة سريعة على ذلك النص المكتوب له وهو يعلم أنه ليس بوسعي أن يقرأها كذلك فحتى هو رغم كل ما اكتشف عنه فيما بعد لم يجرأ على أن يقرأ ما أعطيته له من الإنجيل لكنه أخذ النسج المعتمدة من نسخة الملك جيمس وبدأ يقرأ بسرعة 16 ميلا في الساعة حتى أن بعض الدارسين العرب قالوا لي في اليوم التالي قالوا لي يا عمنا ماذا حدث؟ إننا لا نعرف كل ما نعرف أنك تحديته وأنه قام بعمل شيء ما ومن ثم أعطيته أنت 100 دولار فلماذا؟ فقلت لهم كما ترون هذا الرجل قام بعدة أشياء استحق عليه المعدل فأولا هو لم يقرأ ما أعطيته ليقرأ ثانيا إنه كان يقرأ بسرعة 16 ميلا في الساعة ومن ثم فالمواطن العربي العادي لا يستطيع أن يتبين ما يقرأه ثم إنه كان يقرأ ويخرج أو ينطق بالانجليزية بطريقة وبسرعة لا تسمح لأي أحد أن يلتقط المعنى بالرغم من الكلام الإباحية أو الإباحية بالنسبة للرجل الأمريكي لا يمكن اعتبارها إباحية لأنهم معتادون عليها ليلة نهار نعم معتادون عليها ليلة نهار رجل أمريكي ولمدة 24 ساعة في اليوم وأنتم ترون ذلك على شاشة تلفزيون حيا على الهوام ثم فهذه جميع الأشياء التي فعلها واستحق عليها المبلغ وأنا لا أعرف إذا كنتم تريدون أن أقرأها شخصيا عليكم في سفر حزقيال إصلاح السادس عشر قرؤون عن المصريين حيث يتحدث عن الأزواج المصريين واصفوهم بذوي اللحم العظيم أو غلاض اللحم وكذلك الأشوريين غلاض اللحم الذين لم يستطيعوا أن يشبعوها أقصد يشبع هذه اليهودية الدائرة أو الزانية وهكذا بإمكاني أن أقرأ عليكم الإصلاح السادس عشر لكن لو جروا القصة تالي على قراتي لكان هذا تفردا منه شكرا السؤال التالي سيكون لسيد ستالي شوبرج فرجاء السكون وشكرا السيد ستالي شوبرج إنني أشعر حقا ببعض من خيبة الأمل فيكم بصفتكم رجل دين وراعي كنيسة وها أنت تقف هنا وتسخر منا نحن المسلمين والمهاجرين في هذا البلد ورحت تحدث الناس كم ساعة تناوى أشياء أخرى نحو ذلك وفي نفس الوقت أنا أؤمن بأنك تنافق في حديثك وأعظرني وأعظرني أنك استخدمت أيضا اللفظ بنفسك حسنا أنا نست معتادا على الحديث على الملأ أو علنا ومن ثم تجد قلبي يخفق الآن ولكن كما ترى فأنت تحاول أن تلتف حول قلوب الناس من خلال قولك أنك مسلمين نكرى اليهود ثم تشير إلى مسواتك لنا مع النازيين ونسيت أننا نعيش في بلد يتصعد فيه الآن حدة العنصرية بشدة والآن اسمح لي أن أسألك سؤالا واحدا بسيطا هل أخبرك إلهك عيسى أن تتحدث وتتعامل مع الناس بهذه الطريقة وبهذا الشكل أود أن أجيبك إذا دعتني إلى لقاء تريد أن تتحدى فيه إيماني وحينما أتيت وكان علي أن أدفع تكلفة ذلك كي آتي إلى هنا بمعنى أنني أشارك في المصروفات ثم أتيت لك ويكون إسهامك لي أن تعطيني سما كي تقتلني حينئذ يكون لزاما علي أن أخبرك أن لي أتصرفا مسيحيا أفضل حينما ألقى المسلمين فأعطيهم خبزا كي يأكلوه نحن نزرع الأشجار ونحفر الآبار ونعطيهم الماء كي يشربوا وهذا سلوك آخر تماما فلماذا إذن استخدمت أنا هذه الكلمات أو العبارات حسنا ذلك بسبب أن عيسى إلهي قد أهين ومهما أتيت بالإجابة تلو الأخرى أقول لقد رأيت شرائط الفيديو وتعرفت على الكتب وآتي زعماء مسيحيون بإجاباتهم للسيد ديدات لكنه استمر في إثارة نفس الأسئلة وأضع عن أصابعه في أذنيه غير راغب في سماع أي إجابة حينئذ كان علي أن أذكر نفسي من خلال هذه المواقف بما سمعته من الناس الذين أعذبوا في السجن حيث استمر الضابط أو القائد في سؤالهم أسئلة معينة مع عدم استعداده أو حاجته لأي إجابة فغايته فقط أن يقتل إنني باختصار أود أن أقول إنه لابد أنكم لديكم تصور قذر للغاية حينما تنظرون إلى الإنجيل على أنه كتاب إباحي فحينما تحدث الإنجيل عن نقمة الرب على الأمم أعتقد أن بناتي سأشعرنا بالوعيد وأشعرنا بالتقيئ إذا ما سمعنا عن أن المسلمة كما جاء في القرآن بوسعي أن يتخذ أمة ويجعلها داعرة وهو يعلم جيدا أن الله سيغفر سيغفر له والله لن يغفر إلا حينما إلا حينما يتوب السؤال التالي لسيد أحمد دادات وأود أن أذكركم بأن الكلمة تعطى مرة واحدة لكل شخص وأسف لتذكيركم مرة أخرى بالوقت المحدد لدينا وعلينا احترام ذلك شخص واحد يتحدث في المرة الواحدة وشكرا سيد دادات أمس فقط قلت لتوق أن هناك اختلاف في الأعداد ويقول عيسى أنا والآب واحد وهذا هو أول شيء يريد أن أقوله واليوم قلت أنك تحترم عيسى وأنك تحبه وتريد أن تعرف ما قال عيسى فدعني أقول لك وليعينينا القسم بالفقراء التي وردت في الإجليل يوحنى حيث قال عيسى لا أحد بوسعه أن يصل إلى الآب إلا من خلاله وهذه هي الفقراء إن كنت تريد أن تعرف سأكرر عليكم ما فهمته وهو يتعلق بألوهية السيد المسيح عيسى كرب لقد سألت القس أن يأتي لي بمنطوق غير قابل للنقد وغير مبهم قاله عيسى وجاء على لسانه إنني رب وعبدوني ولكن حمدا لله لم يفلح في ذلك لكن السيدة بمنتهى النزاهة والصرق تلقي بسؤال تقول فيه إن عيسى قال أنا والآب واحد وهذا هو التقرير الأول ومن ثم فهي تقول ضمنا إنه إذا كان هو والله واحد فهذا معناه أنه رب أو إله وهذا ما يبدو في ظهر العبارة وأنا أقول للسيدة أو للقس إن هذا النص الذي أتت به موجود في إنجيل يوحن لصحاح العاشر فقرة الثلاثين حيث قال عيسى أنا والآب واحد نعم قال ذلك في الإنجيل لكنني أسأل في أي سياق قال هذا وصدقوني لقد سألت علماء اللهوتي والقساوسة ورجال الدين المبجلين وكذا رعاة الكنائس ما هو السياق الذي سيقت فيه هذه العبارة ما هو السياق الذي سيقت فيه بمعنى بماذا قصده كل هذه العبارة وخلال الأربعين سنة الماضية لم ألقى أي مسيحي مثقف استطاع أن يعطيني إجابة للمضمون دون أن يفتح الإنجيل ليقرأ النص ومن ثم فلو رأيتم هذه العبارة في ضوء سياقها ومعنى التي استخدمت فيه لعلمتم أن الأمر مخالف لما تعتقدون إنها تعنيه أو لما تفكرون فيه فنحن يجب أن ننظر على الفقرات في ضوء النص الذي وردت فيه ولا نكتفي بأن نقططعها من النص بمعزن عنه ولذا ففي النص كما نرى في إنجيل يوحن الأصحاح العاشر نقرأ من أول الفقرة الثالثة والعشرين حيث تقول وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان يعني في هيكل القدس ثم فاحتاط به اليهود وقال له إلى متى تعلق أنفسنا إن كنت المسيح فقل لنا جهرى أجابهم يسوع إني قلت لكم إذا كنت فقل لنا أجابهم يسوع إني قلت لكم ولاستم تؤمنون ولاستم تؤمنون الأعمال التي أنا أعمالها باسم أبي هي تشهد لي ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني أنا أعطيها حياة أبدي ولن تهلك إلى الأبد ولا يغطفها أحد من يدي أبي الذي أعطاني إياه هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يغطف من يدي أبي لاحظوا أيها السادة إنه قال في الفقرة الثامنة والعشرين لا يغطفها أحد من يدي ثم عاد في التاسعة والعشرين وأتى بنفس الفقرة أو الآية بعد أن أظاف ولا يقدر أحد أن يخطف من يدي آبي ثم انتهينا الفقرة الثلاثين حيث قال أنا والآب واحد هذا هو النص بمضمونه وبمعنى آخر إذا قلنا إن شخصا ما ظل على العقيدة وقبل بها ورأى الله أيضا أن هذا الشخص ظل على العقيدة وأنا كأستاذ أو كمعلم له أرى أيضا أن هذا الشخص ظل على العقيدة إذن جميعنا مشتركون في شيء واحد وأن هذا الشخص ظل على العقيدة أو حافظ عليه فالكلام هنا ليس عن وحدانياتي أو معلومياتي أو عن كذا وكذا ولكنه أيسا يتحدث فقط عن وحدة الهدف والغرض القياسا على مثالنا إن المؤمن ظل على العقيدة ولكن اليهود كانوا يبحثون على المشكلات وأنت حينما تبحث عن المشاكل تجدوها في الزوايا فلست في حاجة لأن تذهب بعيدا وهذا ما نقرأه هذا ما نقرأه في فقرة الوحدة والثلاثين استكمالا للنص وفيها فتناول اليهود أيضا حجرة ليرجموه أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسنا ريتكم من عندي أبي بسبب أي عمل منها ترجمونني أجابوه لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها إذن فهذه هي التهمة وهي أنك لأنا تدعي الألوهية والأجل هذا تستحق الموت وذلك وفقا لقانون اليهود فماذا قال عيسى انتبهوا أيها السادة لو أن أحدكم سألني هل أنت مسلم فسأقول أنا مسلم ويجب علي أن أقول أنا مسلم ورغم عدم علمي بما تنوي أن تفعله من جراء هذا السؤال لكنك تسألني هل أنت مسلم فأقول أنا مسلم وإذا عدنا وعدنا إلى عيسى فسنجد أنه لو كان عيسى ربا لو وجب علي أقول أنا رب وماذا بوسعي أنا أقول غير ذلك لكنه لم يقول هذا بهذا الشكل لقد قال ما جاء في الفقر الرابعة والثلاثين أجابهم يسوع أليس مكتوبا في ناموسيكم أنا قلت إنكم آلهة وأن موسى هنا مقصود بيه التوراء أي كتب موسى الخمس الأولى ويا سفر التكوين خروج الأولين لعادة تثنية لاحظوا أن عيسى يتحدث معهم بشكل انتهاكومي نأتي إلى الفقر الخمسة والثلاثين إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولاحظوا استخدام كلمة آلهة كلمة آلهة لوصف اليهود فهذه هي لغتهم وحتى في الإنجليزي نجد أمر مشابه لهذا الأمر حينما تطلقون كلمة سيدي على ضابط القسم وعلى القاضي فأنت تقول لأحدهم سيدي مولاي فهل هو سيدك أو هل هو مولاك هل هو ربك لا بالطبع لا إنما هذه هي لغتكم وأنتم تستعملونها بهذا الشكل فأنت تقول يا مولاي لكنك لا تعني الرب هذه هي لغتكم وفي لغة جنوب إفريقيا علمت أن نفس الكلمة التي يشير للرب تستعمل إشارة الرجال أو الرجل بمعنى جنتلمان وهذه الكلمة مكتوبة على دورات المياه مكتوب على دورات المياه هذا للنساء وهذا للرجال قبل ذلك ما كنت أعلم لكن قرأتها في الإنجيل ورأيت أن هذه الكلمة تعني الله فنظرت إلى النساء هذه للنساء ونظرت إلى الدورة الأخرى هذا فهل هذا معناه دورة مياه للرب بالطبع لا فهذا مما لا يجوز لكن هذه هي اللغة ومن ثم كان حديث عيسى إلى اليهود قائلا لهم انظروا في لغتنا يسمى الناس آلهة ولا خطأ في ذلك فلماذا تجدون حرجا وخطأا حينما أقول لكم أنا ابن الله وهو ما يعني استخدام لفظ أخف وأقل من قولكم لشخص إله أو راب فموسى يطلق عليه راب والشيطان يطلق عليه راب في الإنجيل واليهود يطلق عليه مآله أي أنتم ابناء الله بمعنى آخر هذه هي لغتنا على حد قول إيسى ونحن نتكلم بهذا الشكل فبادلا من أن نقول هذا شخص تقي نقول هذا إله نعم بدلا من قولنا تقي نقول إله أو راب هذه هي لغتنا على حد قول المسيح ثم أقول لهم لماذا إذن تجدون حرجا حينما يكون الأمر معي لماذا لا تسير الأمور معي على ما يرام هذا هو ما التزم به عيسى ولم يكن لدى عيسى أي فكرة مختلفة حينما قال أنا والآب واحد ومن ثم فالعبارة المذكورة لم يقصد بها أنه راب نأتي إلى كلمات عيسى الأخرى حيث يقول في إنجيل يحنى لصحة الرابع عشر فقرة السادسة قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي وكما ترون فأنا أقبل بهذا الكلام وحينما تقرؤون لصحة الرابع عشر وأيضا في لصحة الثالث عشر من إنجيل يحنى تجدون أن كل تعبير النطق به عيسى أسيء فهمه وكذا أساء فهمه الحواريون فهو مثلا يقول لهم إنني ذاهب أجهز مكانا لكم في بيت أبي قائلا في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أنضي لأعد لكم مكانا وفي الفقرة الرابعة نقرأ وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق وفي الخامسة قال له توما يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق لو نظرتم لرأيتم أنه ما سأفهم عيسى فهو يتحدث عن الله وأمور روحانية وهم يفكرون في الأماكن من ناحية الجغرافية كما لو كان سؤالهم ماذا ستوكهولم أوسلو كما ترون سؤفهم هو يتحدث عن الروحانيات وهم يتحدثون عن الجغرافية فالفقرة السادسة قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآبي إلا بي لكن هذا كان صعبا عليهم نعم كان ثقيل عليهم أن يفهموه فقالوا ثانية يا فيليبس انظر إن هذا الأمر صعب علينا إننا لا نعرف عما تتحدث إن حديثك يفوق عقلنا وفكرنا عموما أرنا الله فقط فقال له فيليبس يا سيد أرنا الآب وكفانا فهذا سوف أرضينا ومن ثم أجبهم عيسى في التاسعة لإصحاح الرابع عشر قال له يسوع أنا معكم زمانا هذه مداته ولم تعرفني يا فيليبس الذي رآني فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب لكنهما سأفهمه وكما ترون في العملية عبارة عن سلسلة مستمرة من سوء الفهم ومن ثم يخبرهم عيسى قائلا أنتم يا قليل الإيمان أنتم يا قليل الإيمان كم مرة قلت لكم ثم أشرح ويفسر كما أفعل أمامكم أنا الآن وكما لو كنتم تعلمون أطفالكم وهم غير قادرين على فهمكم ومن ثم تقول لهم ألستم قادرين على أن تفهموا هل هذا جيل عقيم ثم أتحدثوا لحواريق قائلا كيف أكون معكم كم كنت من زمن معكم إن أنا أقول لكم لو كان بين هؤلاء يهود رجل ياباني لارتكب جريمة الانتحار تالي لسيد ستانلي شوبرج والآن لم يعد لدينا وقت يكفي إلى لسؤالين قادمين لذا فرجاء التزام الاختصار والدقة قدر مستطاع وشكرا القصة ستانلي أعتقد أنك قد عملت على أنك كاذب من قبل المسلمين غير الطيبين وكذلك بوسطة بعض المسيحيين غير الطيبين نعم هذا خطأ وأنا أقول إن هذا خطأ لكن ماذا تقول عن معاملتك للشيخ أنه هتلر ولست أنت بأفضل منه يجب أن تعرف ذلك سأحاول أن أكون سريعا وأنا أقول إنك يجب أن تكون أفضل من ذلك لأنك راعي كنيسة عموما عموما سؤالي هو أن كثير من المسلمين يقولون إنهم قابلوا عيسى نعم المسيح عيسى ومن ثم فأنا لا أعرف هل التقيته أنت بنفسك من قبل وسؤالي ما دمت تقول إن عيسى رب وإن الرب هو عيسى وإنهما نفس الكيان أو متطابقان إذن متى يصبح بيسعنا أن نقرأ في الإنجيل الأخير والعهد الأخير حيث نفترض أنه سيأتينا الإنجيل الأخير وسنقرأ فيه أن الناس قد قابلوا الرب هذا هو سؤالي كما ترى فسؤالك يدور حول هل قابلت أنا عيسى وهل جربته كرب وهذا حقيقي لقد جربته فبينما أنا أصلي أشعر ببركاته علي في نهاية هذا المؤتمر أن أوضح إن عيسى حينما قال ساخرا كلكم آلهة قال ذلك للجمهور قال ذلك للجمهور ولأولئك الذين لا يعرفون اللغة الإغريقية التي نزل بها الإنجيل وكلمة رب أو إله استخدمت لكن من يعرف التاريخ يعرف أن كلمة إله أصبح هناك سوء استخدام لها ولو رجعتم للقاموس واطلعتم على تاريخ هذه الكلمة لعرفتم أن عيسى يستخدم الكلمة هنا كما تنطقون أنتم بها فحتى ضباط البوليس يطلقون على أنفسهم أرباب أو آلهة في ذلك الوقت ومن ثم فحينما أتى عيسى كان عليه أن يحدث الناس بمستوى أرقى عن ألوهيته ولم يستطع ذلك لأن الكلمة تعرضت لسوء استخدام وأصبح هناك تضاخم لحالة الكلمة ومن ثم كان على عيسى أن يقدم نفسه ويفسر ألوهيته بكلمات أخرى بكلمات أخرى لا يريد أحمد دي دات أن يقبل بها وفي شكل أفعال وصيغة شخصية وسمح بعد ذلك للروح القدس أن يؤكد ويشهد بأن عيسى رب ويقول الروح القدس باراكليتوس في الإنجيل إن جزءا من ثلوث الرب قد شهد أن المجد لعيسى وأن الله قد وضع كل شيء تحت قدميه والآن إذا قال الله عن ابنه إنني قد وضعت كل الأشياء التي تقول إلي كخالق لهذا العالم كل هذا وضعته تحت قدميك يقصد عيسى لأننا واحد في كل متفرد بعد ذلك يقول الإنجيل بمنتهى الوضوح إن عيسى رب والآن هناك اختبار أخير بيوسعكم أن تجربوه وهذا الاختبار هو هل القرآن والإسلام يقربكما من قلب الله هل الإسلام يخلق السلام بين الناس لماذا لم تجربوا عيسى وتسأل عيسى أن يظهر لكم ما يريد أن يفعله من أجلكم وستفهمون أن لديه الإجابة وهي أنه رب إنه رب السؤال الأخير أيها السادة والسيدات سيوجه للسيد أحمد ديدات وبعدها سنختتم هذه الدرسة سنختتم هذه الدرسة إستاذ داد لش كل شي مسلمر إيجي خوني سويدا ما بيستانا بو سعودية عربية بو سيريا لش خونج إيجي خوني لش سويدا فيما ساري من فضلكم يجب أن يكون السؤال باللغة الإنجليزية نأسف أيها السادة والسيدات ونرجو الهدوء ونرجو احترام المكان فهذا هو السؤال الأخير وشكرا سبب سيدا شكرا if you want to ask your question in another language if you could get somebody to translate you thank you sure شكرا هل هذا المسؤول؟ هل هذا المسؤول؟ بسرعة، بسرعة، شكرا لا نستطيع الانسر إلا أن هناك محاولة في هذا المكان هل يمكننا أن يكون هناك محاولة في هذه المسؤولة؟ هل يمكننا أن يكون هناك محاولة؟ فلسلسل المسؤولة شكرا لماذا يقولون المسؤولة في الناس؟ مما تحصلين؟ مما تحصلون؟ لا يحدث يكون هذا المسؤولة نستطيع التحصلين ولكن لا يمكنناها ان تحصلين لأنه ليتحدث إلى هذا المسؤولة من فضلكم السؤال التالي سيكون للسيد ديادات على كل فرد أن ينتبه إذا سمحتم فلم يتبقى لدينا سوى دقائق قليلة ومن ثم فأنا أناشدكم أيها الإخوة والأخوات وأرجوكم التزام الهدوء في الدقائق القليل القادمة وشكرا سأعلم سأعلم سيسر 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 فلاس نحننا نعمل نحن نشترون في التجارة مجلسا لأجبنا أسفة لأن لغة الإنجليزية ليست جيدة لكنني آمل أن تفهمني لقد قلت عفوا أن ربنا يذهب إلى دورة المياه ويأكل وينام ويفعل كذا وكذا حسنا ماذا عن ربك ماذا تعرف عنه أنني لا أدعي معرفة أي شيء عن الرب وقد يكون من الفعلين لهذه الأمور فماذا عن ربك أنه هل يقوم بهذا أولا هل تعرف كيف وهل سبق لك أنظرت السماء من قبل لقد قلت حدثني عن ذلك لقد قلت إن رب المسيحي يذهب إلى دورات المياه حسنا ماذا إذن عن الرب الذي يقع في خطأ هل يرتكب الله أخطأ أولا لأن الشيعة يقولون أن النبوة يجب أن تكون لعليه وأهل السنة قالوا أن النبي هو محمد إذن فالله يخطئ أيضا أيها الأخوات إذا كنتن فهمتن فأنا لم أفهم شيئا لم أفهم شيئا لأهل السنة قالوا أن النبي هو محمد إذن فالإجابة لا الله لا يخطئ الله لا يخطئ أليخوة والأخوات السادة والسيدات كلا المتحدثين عرض حججه عليكم والقرار الآن خاص بكم لتقرروا أين تكون الحقيقة أليخوة والأخوات أنتم الحكم وهذا أمر بينكم وبين خالقكم هناك شرائط فيديو لهذا اللقاء ولذلك اللقاء الذي عقد ليلة أمس وستجدونها متوفرة وهناك محل بالخارج حيث وجد صندوق بريد فإذا رغبتم في طالب شريط معين فبرجاء ترك اسمكم وعنوانكم وسيتم الاتصال بكم شكرا أيها الإخوة والأخوات السيدات والسادة لحضوركم هنا ولمساهمتكم في جعل هذا اللقاء ناجحا والسلام عليكم تاكسو ميكي وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين